الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة منعرفكم ما انس يشامل غني عن التعريف. تزنب. والله يستزنب. الله يبارك لك يا رب تسلم. مش محتاج حقيقة اي قدير غير المشاملات. تسلم يا رب الله. ان شاء الله تكون محضرة بقيمة انا وضعك يديا. امين يا رب العالمين. تسلم بيه. اه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في كورس برنامج سيبس ريدي. اه ان شاء الله يبقى الكورس عند حصي ظنكم بإذن الله. اه سامحونا عشان دي اول مرة استخدم انا برنامج زوم. فلو اتلغبطت معكم في حاجة ما تلاقوش كل حاجة ان شاء الله هاكم بتسجلة وتترفع بعد كده بإذن الله. وان شاء الله برضو الناس اللي ما ما حضرتش معنا النهاردة ربنا يكلم ان شاء الله وحاولوا يتابعوا معنا في ايه في الكورس. اتسري في المحاضرات المسجلة بإذن الله. احنا نبتدي نعمل الاسئلة بإذن الله على مرتين خلال المحاضرة مرة في النص كده عشان نخدها كراست ومرة في الايه مرة في الاخر. فلعنده سؤال يخليه باقي يكتبه كده ويتجهزه. في كل منطقة ايه احنا بنشرح فيه. حاولنا نخلي الاسئلة في النطاقة الحاجة التالي احنا بنشرحها النهاردة وبعد كده ان شاء الله في المحاضرات تانية لكل جزء بإذن الله من الاجزاء البرنامج. مبدئيا كده الكورس ده احنا عاملينه للناس اللي لسه جديدة معنا في البرنامج السيفل بشكل عام. او الناس اللي عايزة تعمل للمعلومات الاساسية بتاعتها بإذن الله. اه وفي نفس الوقت برضو الى حد ميلة لو حد متابع معي في القناة بتاعتي او في القناة الاخرى بيبقى في احنا المعلومات بتاعتنا الى حد ما نشرح مثلا البرنامج من فترة كبيرة. فاكيد المعلومات دي حصل لها ابديته كده فان شاء الله الابديت ده تشوفوا خلال ايه خلال الكورس. اه مادة ايه ان احب كده اعرفكم عن نفسي لو حبين تعرفوا يعني عني. اه اخوكم مشان فوزي. تمام كده? انا حاليا بشتغل مدير قسم المساحة بمشروع مترو الرياض في الخط الرابع. ومؤسس قناة وموقع فينجر بريد فيديوز اللي ما يعرفش. تمام? ومدرب معتمد من شركة اوتو ديسك. وحاصل على شهادات الاعتماد كمحترف في برنامج الاوتو كاد والسويدي. وآآ عندي خبرة الحمد لله حوالي سبعة عشر سنة اثناشة وعطي بناية تحتية لانا خير جديم شوية. الفين وثلاثة سامحونا راقب كبير يعني. وخبرة بوجه الله ورضو في تدريس برنامج اوتو ديسك تقريبا انا بدأت بالفعل في التدريس بتاع برنامج اوتو ديسك خلال سنة تقريبا في الفين وحداشر. الفين وحداشر او الفين وثناشر. الفين وحداشر فعليا بدأت القناة بتاعتي على اليوتيوب. الحمد لله القناة فيها حوالي تسعة ثلاثين مجترك وحوالي خمسة مليون مشاهدة. وطبعا اترقام طبعا الى حد ما كبير في مجال ايه؟ في مجال ان احنا يعني الى حد ما متخصصين في برنامج معين برنامج غير منتشر. ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا ايه مشتفين كتير. وان شاء الله اكيد منكم كتير متابعنا يعني على القنوات دي. طيب عنا نبتدي نشوف كده ان شاء الله برنامج برنامج 7 3D. اول شي برنامج 7 3D هو برنامج احد برنامج من شركة اوتو ديسك. البرنامج ده متخصص الى حد كبير في المشاريع البنية التحتية. البرنامج ده مجالاته كتير جدا. هنبتدي نشوف كده مجالات عامة الاول ليه. البرنامج الاشهر اشهر مجال بيشتغل فيه البرنامج اللي هو مجال تصميم وتنفيذ الطرق بشكل عام. وطبعا ده ابتداء من ايه من اللاند. اللاند برنامج اللاند ده هو النسخة العديمة من برنامج 7 3D. فبنى ايام برنامج اللاند اللاند مشهور في الوطن العربي بشكل عام ان هو خاص بمجال تصميم وتنفيذ الطرق. طبعا هم اتواروا في البرنامج كل فترة. لغاية دولاتي في البرنامج كمان بيصم طبعا السكاك الحديد وما الى ذلك. زاد مجموعة مجالات اخرى زي مثلا مجال تصميم وتنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي وتصريف مياه السيول وتصريف وصريف برضو اللي هي شبكات المياه العزبة. او ما يسمى بالبريشور نيتورك اللي هي كل ما هي شبكات بتشتغل من خلال ايه من خلال البريشور. تمام كده? اه في عندنا حاجة تانية. اه اللي هي عندنا هنا هو مجال تأسيم الاراضي وقدارة المخططات. اه تأسيم الاراضي بشكل عام هو طبعا اه اعملية تأسيم ممكن بتعمل باللوتوكات العادي وما الى ذلك ولكن احنا ان شاء الله خلال الدور اه هوريكم ايه الفرق الرهيب اللي احنا ممكن نعمله من خلال تأسيم الاراضي في البرنامج وايه التولز اللي بيدهننا اللي تغلينا تماما عن استغرام برنامج الايه اللي هو تكادل عادي في عاملية الايه في التأسيم. وازاي عمل ادارة للمخاططات بشكل عام. ازاي يتقدر لعدات بتاعتي وما الى ذلك. اه في عندنا نرف مجال التسويات تسويات الاراضي بشكل عام. في مجال حساب الكميات والحفر والرد. وطبعا في مجالات كتير جدا ممكن ما يسعش الوقت ان احنا نقولها في الدورة ولكن ان شاء الله برضو خلال الدورة. اه هنوفر طبعا البيانات اللي احنا بنشتغل بيها والملفات اللي احنا بنشتغل بيها نبقى انا رفعها فعينها لكم ان شاء الله بعد كده يعني هنتقردت بس مع الجماعة هنا في الادارة بشكل عامل. وفي نفس الوقت عن نعمل ايه? عن اه عن نوجه لكم برضو الى حد ما لو كلمنا مثلا في مجال معين ومقدرناش نغطيه بشكل كامل. هحاول لوجه لكم برضو معين لتقدر ايه? تستفيدوا منها بشكل اكبر او تاخدوا بيانات ايه? او تفاصيل بايه بشكل اكبر. تمام? اه عناصر الكورس اللي احنا عمنا نقولها ان شاء الله في خلال الكورس بتاعنا هنا. هناخد الواجهة الاساسية وايه هو الفرق الاساسيسما بين الوتوكاد والسيفل. هناخد النقاط وزي نتعامل معها. طبعا بس جايب هنا اسم العنصر نفسه. ولكن احنا هناخد بتفصيل اكتر فيه ان شاء الله. عندنا هنا الاسطح وكيفية انشاءها والتعامل معها. تصميم الدرقة وحساب وانا عندي برضو عشان في الناس كلمتنا عن تصميم السكك الحاددية. عن شوف التولز بتاعت البرنامج اللي بتدينا الامكانية ان احنا نصمم ايه السكك الحاددية. طبعا التفاصيل بقى الفعلية بتاعت السكك الحاددية وعملية حساباتها وما الى ذلك. احنا هنقول لتولز بتاعتها ولكن التفاصيل اكتر ممكن اوجه لكم برضو محاضرة او محاضرتين حد تاني شرحهم بيشرح هي عملية بشكل عام. عندنا برضو هنعمل القطاعات الطولية للطريق اللي هي تعتبرها والقطاعات العرضية التصميمية للطرق. طبعا كلام ده كله هنشرحه بالتفصيل بعد كده ما تقلوش. اه نعمل معجسامات للطريق اللي هو اللي هو عبارة عن تجميع كل عناصر الطريق بحيث نقدر نشوف الطريق بشكل سلسي ابعاد ونبتدي نستقرق البيانات بتاعتنا ونبتدي نعمل قطاعات عرضية ونحسب الكيميات بتاعت الايه بتاعت الطرق. تمام? وبعدين هنعمل تقسيم الاراضي ونشوف ايه الفرق ما بين شغل التقسيم الاراضي على الكاد وايه الفرق ما بينهما بين السيفل وازاي نتعامل مع هافز السيفل وازاي نعمل ادارة كويسة للمخططات بتاعتنا. وهنعمل برضو شبكات المياه والصرف وازاي نعمل التداخل ما بينهما وبين بعض. وآآ يعني مجموعة كده هنشوفها برضو في بعض المجالات وموضوعات برضو. يعني زي ما كانت تبعته فيه مسلا اسئلتكم اللي هو في حاجة لما احنا ما جاوبناش على اسئلة خلال المحاضرة. تبعته اسئلتكم نرد عليها وفي نفس الهات موضوعات ممكن نترحن. احنا نحاول ايه? ندلمها في ايه في الموضوع بتاعتصري في الكورس بتاعنا. آآ طبعا هو المفروض الكورس احنا كنتم فيه مع الشباب ان هو هيكون سبع سبع فيديوهات. ال8 اه 7 اه 7 محاضرات. كل محاضرة اقاليا سيكون من 10 ساعة ونص إلى ساعتين. في معادلة السابعة الاخيرة دي احنا عن خاصاصها للمتحانات Autodesc بشكل عام يعني سيبتة محاضرات حتى بخاصة ببرينامج سيفلتتري دي. المحاضرة الاخيرة عن خاصاصها اللي هي متحانات الت اوتيتة على اقتصري ايه هي للمتحانات ايه هي عدود حصل بيها وعن حل مع بعض برضو شوية اسئلة كده. او نشوف الساعة لو لحد يخش الامتحان خاصة ايه هي شكل الاسيلة اللي ممكن تيجي وبعض العناصر اللي ممكن تستفيدوا منها اثناء الامتحان او اثناء استعدادكم للامتحان جنافسه ان شاء الله ودي اتبقى غالب معنا هتبقى اخر ايه اخر محاضر تمام كده يعني نبتدي نشوف لنبدأ على بركة الله ونبتدي نشوف ايه اللي بيحصل معنا في البرناجو شكل عامل اه لغاية كده الامور تمام ولا ايه اكيد بسا حد يأكد عليك ان الصوت تمام 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 طيب على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي البرنامج سيبرت دي اول ما بينزل السيطب بتاعه الاساسي بدون اي تغيير في السيطب الاساسي بينزل معنا ثلاث ايكونات على ديسك توب الايكونات اسمها سير 3D 2021 مترك والتانية دي اللي هي الامبريال والتالتة دي الاوتا ديسك ستورمان السيناتر الاساسي الاساسي دي خاصة بنحليل شبكات المياه والصرب دي اللي احسن ما احنا مش عنا نغطيها لانا بسراحة ما دخلت شوي في تفاصيلها ولكن لو حبيتوا ممكن اوجه لكم زي ما قلت لكم وحاضرات تنفعكم في المجال ده اما بقى عندنا هنا الميترك والامبريال ايه فرق دي من دي كل ما هنالك البرنامج لما بيفتح البرنامج لما بنيجي نفتحه بيفتح تمبليت معين ياما تمبليت الميترك ياما تمبليت الامبريال الفرق الاتنين من بعض هي الوحدات الاساسية للملف يعني الميترك بيشتغل بالوحدات المترية زي المتر والكميات من خلال اللي هو المتر المكعب وما الى ذلك اما الامبريال بيشتغل بالفيد والادم الفيد اللي هو الادم يعني والبوصة وزياد اللي هو بيشتغل بايه بالكيوبك يارد اللي هي المكعب تمام كده ده الاساسي بفرق المبريال اللي اتنين يعني اللي اتنين هم نفس اللانجينج اللي اتنين بيفتحه البرنامج ولكن واحد بيفتح لك الميترك اللي هو التمبليت الميترك واحد اتنين بيفتح لك التمبليت الامبريال تمام زياد البرنامج لما بينزل فقيمة ستارت بينزل اللي احنا دخلنا هنا ودخلنا على اللي هو سيفر سيدي مثلا 2021 طبعا الشرح ده انطبق على مجموعة السيفر بشكل عام حتى ابتداء من 2013 هو نفس حدا من نفس البيزيكس الاساسية ولكن طبعا بيختلف بعض الابتشنز بايه خلال ايه السنوات الحديثة على اتنين السنوات القديمة فلو واحد بسلا بيتفرج عليه دلوقتي يعني او بيتفرج على الكورس بشكل عام دلوقتي او بعدين وشغال على فيرجان تاني غير 2021 ما يقلقش الامور كل تقريبا كل اللي عنشرحه هيكون موجود فين هيكون موجود في كل الاصدارات ولو في حاجة موجودة في اصدار حديثة هنحاول ننوه ان دي بس موجودة في اصدارات ايه في اصدارات حديثة لما البرنامج بينزي زي ما بنقول بينزي معا اوتوكاد اهو علناي سيفر سيدي از اوتوكاد 2021 يعني السيفر بينزي كأنه اوتوكاد ده ان هو اساسا البرنامج اللي احنا فتحنا كده هنبتدي نشوف بسم الله ونفتح المترك طبعا احنا في الوطن العربي باغلب الوطن العربي شغال بالايه بالمترك؟ الواحدات المترية فنبتدي نفتح ونشوف ايه اللي هيحسن لنا بالزبط بسم الله احنا الاول عناخد ناظرة عامة في الواجهة بتاعتنا وبعدين عنشوف المقارنة ما بين السيفر والكاد في بداية اللي بداية الشغل بتاعنا طيب زي ما احنا شايفين البرنامج بتاعنا هنا عندنا مجموعة التابس اللي موجودة فوق اللي موجودة بعنا في الريفر هنا اللي موجودة فوق مختلفة شوية عن ايه عن يعني مسلا الهوم في الواجهة فيه هوم وفيه انسرت فيه انوتيت وموديفاي ولكن هنا زي ما انتو شايفين لو احنا بصينا كده انا حاول حتى نعمل معنا تمام كده ايوة زي كده مسلا عندنا القسم ده كده في الشاشة الاساسية لحد هنا كده تمام اللي انا عامل عليه بالاحمر ده القسم ده خاص ببرنامج سيفر تري دي لو شوف نحن فيها هتلاقي حاجة هنا تخاصة حاجة اسمها وحاجة اسمها تمام كده في حين ان احنا عندنا اليسار هنا كل القوان بتاعة الاوتوكاد العادية اللي هي نفس الشيء لو انا جيت عندي هنا في الشاشة الثانية في قيمة انسرت انا نلاقي في الانسرت هنا على الشمال حاجة خاصة دي جزئية او برضو نفس الحكاية الانفرا ووركس والارك جي اي اس لحد هنا كده انا خاص بالسيفل اما الباقي ده خاص بالاوتوكاد هي الفكرة كلها ان البرنامج السيفل قائم على برنامج الاوتوكاد يعني انا لو انت بتساطب برنامج سيفل انت مش محتاجك تعمل سيت اوب لبرنامج الاوتوكاد معاك انت خلاص او برنامج الاوتوكاد بتاعك ازور يا او Besubl بتاعك في برنامج الاوتوكاد وده هنقدر نعرفهم منة من خلال بتاعتنا اللي موجودة فوق هنا هنا عنلاقي درافتинг و جرد ما باختارها بيبطيدي دي وجهة الكملة بتاعتي ارجعني لنفس وجهة الاوتوكاد العادية بتاعتنا خاصة زي ما انتم شايفين لغة جزئية اللي كانت تخاصة نفس الشيء في الانسرت اللغة الجزائر خاصة منه بالسيفل 3D وراجع علينا القوام بتاعة الاوتوكاد العائز. يبقى انا ممكن من انقلال السيفل نفسه ابتدي اغير الورك سبيس بتاعتي من سيفل 3D واخليها درافتنج والعجس. تمام كده? فالسيفل زي ما احنا شايفين. تقريبا في كل كل مينيو بيبقى السيفل واخد المجموعة الموجودة على اليسار على حسب التولز بتاعته. بقيت المجموعة بتبقى خاصة بمين خاصة بالاوتوكاد? لو جينا في قيمة موديفاي. هنلاقي اغلب قيمة موديفاي هي عبارة عن حاجات تبع السيفل في معدل اللي علي مين خالص دي اللي تبعين تبع الوتوكاد. طيب ده خاص مين? خاص بالريبك. على الشمال هنا في حاجة اسمها التولز سبيس. لو مش ظهرة معنا بنبتدي نضغط على قيمة هم. اول حاجة هنا اللي هي التولز سبيس. تولز سوري. تمام? مجرد ما بنضغط عليها بيظهر فيها اربع ايكونات اساسية. برضو دول لو مش ظهرين معكم. هم الاربع ايكونات اللي موجودين فوقنا. احنا نقفلهم حتى الاربعة. لو قفلنا الاربعة. يبقى كده تولز سبيس بقى اتفاضية. فما بتزهرش. لازم افتح واحدة من الاربعة اللي موجودين او المجموعة دي عشان تظهر معي في الرسمة بتاعتي. مجرد ما افتح مثلا اول حاجة اللي هي البروسبكتور. طبام? بيبتدي تظهر معي تولز سبيس اللي هي تفعلت معي. نفس الوقت بتزهر مجموعة بيانات موجودة عندي هنا. نفس الشيء انا هفتح معي حاجة اسمها وهفتح السيرفي وهفتح التول بوكس. يبقى انا معي اربع قوائم اساسيين على الشمال هنا. دول خاصين ببرنامج السيفل. ايه فايدة القوائم دي? اه البرنامج السيفل زي وزي برنامج الاوتوكات ممكن يتعامل مع الخطوط والدوائر وما الى زي. ولكن السيفل نفسه في عناصر اه زكية مختلفة عن مختلفة عن الاوتوكات. فالعناصر دي عشان برنامجي مميزها عمل لها قيمة لوحدها تقدر تلاقي كل عناصر السيفل اللي انتها تبقى موجودة معك في الموضل بتاعك او في الرسمة بتاعتك تلاقيها موجودة على اليسار هنا. على سبيل المساء لو عملنا احنا النقاط. النقاط موجودة طبعا في الاوتوكات. ولكن السيفل لي نوع تاني من انواع النقاط. وعناها طبعا بالتفصيل ان شاء الله في الجزئيز بتاعت النقاط النهاردة. ايه الفرق بمجرد الاتنين. فالنقاط بتاعت السيفل نقدر نلاقيها موجودة هنا. عندنا عن اليسار. في البروسبكتور. تمام كده? نفس الشيء. لو انا عملت اسطح. الاسطح دي عبر عن زي ما نقول تجسيد لسطح الارض الطبيعية على سبيل المنسان. التجسيد دوت او الاسطح دي نقدر نلاقيها موجودة كلها هنا. عملت مسارات عملت ريال عملت كوريدورز. عملت شغل قطاعات او انترسيكشن وتقطعات كل دوت كل ما هو يعتبر سيفل 3D على القائمة اليسار هنا. اللي هي قارمة البروسبكتور. فالبروسبكتور ده بيقول لك بدلا ما انا ببحث عن على سبيل المسان انا عايز ابحث عن نصار معين لانا عندي مخطط كامل. وعايز اوصل للمصار ده بشكل سريع. كل ما هولا لك انت بتروح في قائمة الانلايمنت في السنتر لاينز اتلاقي كل الانلايمنت اسبعتك او المصارات بتاعتك بتاعت الطرق موجودة هنا. تقدر توصله مباشرة من هنا. وده ان شاء الله هنشوف ايه لما يكون معنا بينات في اللوحة. اه فكل عناصر السيفل موجودة هنا. فاي عنصر انت ما لقيتوش هنا اعتبر ان دوت مش عنصر سيفل مش هتلاقيه موجود هنا هتبقى عنصر ايه عبارة عن عنصر كاد عادي خالص مفخوش ايه مفخوش ايه تفاصيل او مفخوش عملية السمارت لان هي فكرة عناصر السيفل هي عناصر ذكية. اه عناصر بتتفاعل مع بعضها البعض. في نفس الوقت بتأثر في بعض. لان زي ما هنشر ان شاء الله برضو في التفاصيل قدام بازن الله. لو انت عملت مسلا على سبيل المسال عملت السطح اللي هو يمثل تكسيم للارض السطح الارض الطبيعية مسلا. وانت جايبه من داتا عبارة عن رفع مساحي من الموقع. فالرفع المساحي يعني اعتطور وعملت السطح دوت من دي لو انت غيرت اي تغيير في مباشرة بيتغير معاك في السطح. وزي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله ان التغيير دوت انت ممكن تعمله بشكل اوتوماتيك بحيث اي تغير هو البرنامج مباشرة يغير ويدي لك النتيجة فعلية. او انه يدي لك خد بالك ان حصل تغير هنا. هل اعمل افديت ولا لأ? والتغير ده كان ايه بالزبط? يعني هو عشان بس في ناس ممكن يقولك تموه لو هو تغير بغير القصد. هتبقى مشكلة بالنسبان انا ما عرفتش الوضع ايه. تمام? او ايه اللي تغير? لا هو البرنامج بيدي لك الاثنين او اما بتعملها مباشرة ان انت بتعمل الابديت مباشرة انت بتتحكم في الجزئية دي او انك بتعمل الابديت بتاعك ده يكون بنتفيكيشن. لازم انت تشوف النتفيكيشن بتاعتك وتبتدي ايه وتبتدي تشوفه. وهو في حد بيكتب على على الشاشة او على الشنازم. طيب. ده اللي هي قائمة الاولى اللي هي قائمة القائمة اللي تحتها عبارة عن اللي هي الاعدادات الخاصة بالعناصر دي. على سبيل المسال احنا دايما انا هتدي باول عنصر بتاعنا اللي هو لو انا جيت في بتاعتي هنا. تمام? هلاقي ان هنا ليها تاب مخصوص بيها. مجرد ما اضغط عليها. مجموعة كتيرة خاصة بالايه? او اعدادات خاصة بالنفسة. حاجة خاصة بالنفسة. حاجة خاصة بالنفسة. معنى ذلك ان كل عنصر من العناصر اللي موجودة هنا لسscheidings او اعدادات مخصوصة باين في قائمة الزاي هم هنا مصنفهم كمان يعني هنا عدد مش كمان مثلا على سبيل المسال احنا عندنا هنا الاصر واحد او سيرفيس عمصر واحد. لو جينا هنا مسلا انا مشår في انا مشايق مثلا في القائمة دي البروفيل. لكن لو جيت هتلاقي البروفيل وهتلاقي البروفيل و هتلاقي البروفيل milyّ انا لان العناصر دي البروفايل والسيكشن والسيكشن مسلا كل دول تندرج تحت عنصر واحد بس اللي هو اللي هو مجرد ما انت بتعمل مسار تقدر تعمل الحاجات دي كلها تحت منه. ولكن هنا في هو موسع كل شيء. كل عنصر منفصل بذاته دي بتاعته. تمام كده يبقى كل عنصر عندي هنا بتاعته. وكل عنصر بتخش عليه بيقول لك والله هنا تقدر تتحكم حاجة اسمها مثلا البروفايل تقدر تحكم في تقدر تحكم في تمام? ومجموعة ستايلات موجودة. تمام? فدي كده اللي هي قايمة مين? قايمة ستينج. قايمة سيرفي دي خاصة باعمال المساحة. طبعا احنا للأسف مش هنقدر نفرد لها هنا هي موضوعها كبير جدا في السيرفي المساحة. مش هنقدر نفرد لها مكان معنا في القورس هنا. ولكن متى اللي اوش دي مشروحة بالكامل عندي على القناة برضو حب اعمل لكم اللينك بتاعها اللي احب ايه احب يشوف. هي اهم حاجة في قايمة السيرفي. انا في رأيه يعني لان قايمة السيرفي ترفع جدا في حالتين. في حالة لو انتنا بنعمل اعمال مساحية زي تصحيح تربرسات وما الى ذلك ممكن موجودة. موجودة معنا. او لو احنا بنعمل رفع مساحي لمناطق موجودة على سبيل المسال انا عملت رفع مساحي لمدينة قائمة وعايزة بتدي ارسم الرفع المساحي ده بشكل اوتوماتيجي. انا مش عايزة ارسمه يا ده ومش عايزة انزل النقاط وابتدي اوصر خطوط وبين مين وما بين الخطوط وبعضها. ونفس الوقت عايزة اوفر على الناس اللي بترفع في الموقع انهم بترفعش كتيرة جدا في حين ان هو ممكن يرفع لي تلات اربع نقاط ويوفر عليه موجود كبير جدا. فالبرنامج في قائمة سيرفي دي بيدي لك ده بيدي لك مجموعة اه او مجموعة الراجل اللي هو بيرفع في الموقع بالمسال الجهاز المساحي بيرفع في الموقع هيحط شوية دي دلالات معينة مجرد ما بيجيبها هنا على البرنامج انت بتبقى مجهز قيمة بالاكواد اللي انت بتديها للراجل ده مجرد ما انت بتعمل للنقاط او بتعمل ادراج للنقاط بتاعتك في الرسم مباشرة البرنامج بيرسم لك ما هو تم رفعه في الموقع. ترسموه كما هو. لو رسمت مسلا انت على سبيل المسال انت بترفع دوار او بترفع صنية او بترفع ايا كان المسمى على حسب الدول اللي موجودة. وانت بترفع الدوار هو عبارة عن دايرة كبيرة. فانت بتحتاج نقاط كتيرة عشان تقدر ترسم بتاعت الدايرة دي نفسها. في حين ان قيمة سيربي لا انا ممكن ارسم الدوار ده كله بتلات اربعة او اربعة نقاط فقط. كلما هنالك البرنامج زي الراجل في الموقع هي رفعها اربعة خمس نقاط. تم تمثل جزء النقاط على الدايرة نفسها. وبجيبها للبرنامج هنا مجرد ما بعمل لها انسيرت هوم بيرسمي الدوار بشكل ايه بشكل كده. دي قيمة السيربي فانا في رأيه ده اقوى مجال تقدر تشتغل في قيمة السيربي وخاصة لو انت بتعمل رفعات مساحية لمدة مساكنية وما الى ذلك وبتحب ان انت ترسل دي ترسل الحاجة دي بعد من تتخلص. طبع من الحد كده. معانا هنا الحاجة الرابعة اللي هي حاجة اسمها تول بوكس. تول بوكس دي خاصة بما هو اي ريبورت انت عايز تعمله البرنامج بتقدر تلاقيه هنا. زي ده انا هوا في مجموعة من سليلينة دي زي بعملك شوية عن العادي. بيعمل لك للملفات بتاعتك اللي مسلا KML او اللي هو خبر جوجل ارث بشكل عام. وده ان شاء الله دي برضه عن نشرحها بعد كده بتفصيل خلال الموضوعات بتاعتنا. واحيانا بيبقى فيه ما بين البرنامج وبرنامج تانية. زي مسلا البرنامج اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامج تانية زي المايكرو ستيشن وما الا ذلك. بيتيجي القائم بتاعته في المسلينية سطول زينا. تمام كده? زي برضه بتيجي في حاجة في حاجة تانية اسمها الكنتري كيت. الكنتري كيت دي عبارة عن الستاندر بتاع دول معينة بينزل بشكل ملف. ان احنا بنعمله زي سيت اوب وبيتنزل معي موجودة هنا. على سبيل المسال مسلا فيه خاصة باليو كي. اليو كي مسلا عاملة خاص لشكل القطاع بتاعها. عاملة خاص لشكل بتاعها. عاملة خاص للي هي مسلا على سبيل المسال بتاعتها او الكود بتاعها. طب ام كده? فعشان انت ما تبحث عنه هم لا هم عاملين ايه? عاملين الكلام ده كله بشكل اه سهل وبسيط. انت بتنزل برنامج ده موقع نفسه. على حسب الدولة اللي انت بتشتغلت تبعها. طبعا للأسف الدول العربية ما فيش اللي هي كونتري كيد اغلب الدولة الخارجية ليا لكن الدولة العربية منهاش. اه مسلا امريكا بتاعتها جبيرة جدا هي مكتبة كاملة بيبقى فيها مجموعة حاجات كثيرة على حسب اللي هم عاملينها. فيما فيها حاجة اسمها الاسامجليزي اللي هي العناصر التصميمية اللي مسلا لطريق نفسه الكود الامريكي مسلا اللي موجود او التحديثات بتاعته ما الى ذلك بينزل مباشرة عندك هنا وبيتفعل في البرنامج مباشرة بحيس انت ما تحتاجش اللي انت تسأل ايه هو لو انت مسلا غريب عن البلد وجيت اشتغلت فيها ايه هو شكل القطاع المقبول او ايه هو شكل القطاع المسالي اللي بيتامل مسلا في اي وزارة نقل مسلا في الدولة دي او حاجة لهم وردين مجهزين انت مش محتاج تعمل اي حاجة. وممكن ايه نشرح لكم مردو خلال ايه خلال الدورة. يبقى كده احنا شرحنا اللي هي ودي اهم اهم قائمة انتها تبتدي تشتغل عليها. موجودة معاك موجودة معاك في ايه برنامج. عايشت اكيدا كده الامور تمام ولا ايه? هلو? ايه مش مانس الامور تعامل متفضل. ايه بقى عشان احس ان انا بتعاود اصلا دايما ان انا متعاود اللي انا بسجل لوحدي وبقف وبستنى وكده فهسامحوني معلش. الله يبارك لك يا رب تسلم حبيبا. طيب الحد كده احنا شفنا بشكل عام. ايه الواجهة الاساسية بتاعت البرنامج زي ما قلنا كل البرنامج نفسه. مقسوم كان الريبون فهو مقسوم نصين نص للكاد ونص للسيفل. آآ زائد عندنا العناصة الشمال هنا اللي هي تمام كده? زائد في عناصر او في في الريبون مجموعة قوايب مش موجودة اساسا في الكاد. ودي زي ما زي ما زي ما زي ما شايفين مسلا دي حاجة خاصة. يعني تعمل اي تحليل لاي حاجة حاجة هنا وجودة هنا. اعتعمل مسلا حساب كميات حفر ورد ما عايز تعمل حساب الكابينات حفر رد. عايز يعني اي حاجة تحليلية ممكن تجيبها من هنا. آآ عملية اخراج الداتا حاجة لها برضو كلها هنا. ممكن تخرج الداتا بتاعت السيفل نشوه وبعد كده زي ما نشوف. تخرجها لبرامج تانية. لبرنامج مسلا زي انفراوركس. بس انت خرجها لبرامج زي وما الى ذلك. لان الفكرة هي اوتو ديسك هي مفرق عملية ما بين البرامج وبعضها البعض. عشان كده هم عاطينك كتيرة عملية استخراج مين استخراج الداتا بتاعتك من الاسمة بتاعتك للايه للبرامج الاخرى باشكال مختلفة. آآ طبعا هنا هتلاقي بسلا قيمة خاصة بالانفراوركس زي تبعت للانفرا لان الانفرا تو ويز يعني بتبعت لا وتاخد منها. الانفراوركس. آآ طبعا هنا برضو في مجموعات حاجات يعني البرنامج فيه طول طبعا في الاكسبرس طول دي حتى الاوتوكاد داع دي. فيه طولز كتيرة مش موجودة في السبل. مش موجودة شري في الكاد. ولكن آآ مفيدة عندك جدا. برضو هما دخلوا حديثا من السنة اللي فاتت تقريبا في عشرين دخلوا داينامو. داينامو دا كان مشهور جدا في الريفت. انا صراحا لسنا ما بدأتش فيه بس ان شاء الله يعني ايه بعد الدورة دي ابتدي فيه كده ربنا يسهل لبقى نعمل لنا دورة تانية عن الدينامو لما نوثق او ايه نسبة رجلنا فيه ان شاء الله. آآ كده احنا اتكلمنا عمل بتاعتنا اه اه اتكلمنا عن الاجزاء الاساسية ما بين هنا وبين هنا. طيب فيه عنصر مهم جدا ان حابة بقول عليه. ان هو اي عنصر سيفل موجود في الرسمة وبجرد اختياره بيزهر لك قيمة التعديل بتاعت. يعني ايه? يعني لو سمتة مسلا عنصر اللي هو زي الكادة العادي. مسلا امر لاين عادي خالص اهو. اللي هو مسلا خليه ايه عشرة متر. تمام? امر لاين مجرد اختياره ما بيحصلش اي حاجة في عندي فوق هنا. تمام كده ما بيحصلش اي اي ايه? اي شي عندي في الربل. حين لو انا خيارت مسلا اعمال تانية حاجة اسمها مسلا على سبيل ميسانة عندي حاجة اسمها فيتشور لاين. هقول له كده ومجرد ما انا بختارها. هقول له ورده طوله ده عشرة متر. تمام? ده كده عنصر سيفل. اعرف مين هو عنصر سيفل مجرد ما بختاره من هنا. زي ما شايفين المباشرة اختلف معايا. قال لي اللي انت بختاره ده عبارة عن تمام كده? ودي العناصر اللي ممكن تستخدمها سواء في اه تعديل خصائص العنصر اللي انت اختارته او عمل عمل مجموعة ادوات العنصر اللي انت اختارت. يعني انا عندي هنا ممكن اعمل ليه? هنا ممكن اعمل للجيومتري بتاعته او ادل جيومتري. هنا ممكن اعمل بتاعه. تمام كده? ده عنصر اسمه مجرد زي ما احنا زي ما انت شفتم انا رسمته هنا الفيتشور لاين. لو انا جيت الفيتشور لاين زي هنا. طبعا هو الفيتشور لاين حاجة شوية. فهو يما بتعمل في حاجة الواحدة. يما بتعمل تحت حاجة اسمها سايت. يعني انا عايز اوصل الفيتشور لاين ده. مجرد بابدت على كلمة سايت. وصايت واحد. هلاقي اني عندي حاجة اسمها فيتشور لاين. وسيما انتم شاكين تحت على اليسار هنا. اهو. قال لي انت عندك فيتشور لاين. مجرد لو انا رحت مسلا بعيد كده. تمام? انا مش عارف الفيتشور لاين بتاعي فين? انا عايز الفيتشور لاين ده بعمل كليك يمين عليه. وبقول له اه سيليكت. تمام? بيختارهولي مباشرة على الرسمة. واحيانا لو انا عملت كليك يمين وبقول له زومتو. قليلا انا زومتو بشو موجودة هنا? اه 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 ادي كلمة زومتو. هيعمل لك زوم عليه مباشرة يوصل لحد عندك. طيب على سبيل المسال برضو هعمل نقطة. هدي مسلا بوينت عادية خالص. مسلا في المنطقة دي وبقول له انتر انتر. هدي النقطة بتاعي. تمام? اه في من ضمن الحاجات برضو اللي احنا طبعا كنا نعن نذكرها. احنا ممكن دوقتي نبتدي نعمل مقرنة بين السيفل والكاد ولكن الاساسي في بعض الاوامر او الشورت كاتس في بيئة السيفل اللي هي اللي هي المفوضة امر اللاين. مفيش مشكلة فيه. لكن انا حبيت ارسم النقطة فبكتب في العادي بي او. فلو انا كتبت بي او هنا في السيفل نفسه وقلتوله انتر. بيقول لي لا. بي او مست كولد فروم وذين انازر كوماند. يعني ايه يعني كلمة البي او ده عبارة عن امر لازم يبقى امر جوه امر. طبعا انا في العادي في الاوتوكاد العادي بتاعي بقول له بي او بيعمل لي امر نقطة. هنا لا. فهنا البرنامج في السيفل سري دي. اثناء العمل على برنامج سيفل سري دي بيبدي اولوية للاوامر بتاعتي. او بالذات في الشورت كات. ففي الحالة دي لو انا عايز ارسم بوينت اي اما باطلع قيم الدرو هنا وبتدي ارسم البوينت او ان انا بكتب الامر ايه? بوينت كاملة. تمام كده? وببتدي ارسم نقطة ايه? نقطة او تكاد عادي. ايه دي نقطة او تكاد سواجسن على شكل لها. طيب كده. على سبيل المسال وان خلينا نصف متر. زي كده. ماشي? نكبرها شوية معلش. اتنين اتنين. تمام. يبقى انا عندي نقطة او تكاد عادية. اذا بترسيب او نقطة سيفل ايه فرقة بين الاتنين مابدائيا على سبيل المسال او انا اضغط على نقطة او تكاد عادية. ما فيش حاجة ظهرت معي فوق. تمام? في نفس الوقت ما فيش اي تفاصيل معي خاصة بالنقطة دي. في حين ان انا لو ضغطت على نقطة السيفل نفسها ده كده عنصر سيفل فالراجل اعطاني. قال لي انت عندك قال لي ممكن تعمل او تعمل اللي موجودة هنا. قال لي ممكن تعمل نفسها او طبعا نشرح بالتفصيل. في مجموعة هنا موجودة وفي نفس الوقت في مجموعة هنا سواء بتاعتها او اللي انا بعملها او 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 ما الى ذلك. يعني في نفس الوقت قال لي هنا العنصر اللي انت بيختاره ده اسمه كوجو بوينت ورقمها واحد. تمام كده? يبقى هو البرنامج عطاني كل التفاصيل اللي انا احتاجها الخاصة بالنقاط. يبقى انا ميش محتاج اللي انا ادور على معينة انا عايز بقى انا اعمل ادت للنقطة هو مباشرة يجيب لي بحيس ان انا اقدر يفتح لي هنا لستة بتاعتنا دي وابتدي اعدل مين اعدل التفاصيل بتاعتها اللي انا ايه اللي انا عايز. يبقى دي حاجة كويسة جدا في السيفل يبقى انا ممكن اعرف مبدئيا لو انا قدام الشاكنين دول مين فيهم سفل ومين فيهم كان مجرد ما بختاره هو بيطلع لي الوينتو معنا زلك ان هو ايه ان هو سفل. ساعات بيختلط على الناس اه وقدى على حسب اللواح اللي جايلهم مسلا من مصادر اخرى. بيبقى باين مسلا كل نقطة على سبيل مسلا احنا نقطة دي هنبتدي بس نظهر بس حاجة بسيطة كده. حاجة زي كده. حاجة زي كده. حاجة زي كده. انا دلوقتي بسرعة طبعا طبعا نرجعنا الجزائي دي في النقاط. اظهرت مسلا الاحداثيات بتاعت النقطة دي. تمام? اه مجرد ما بختارها زي ما قلنا بيزهر لي مين? بيزهر لي العنصر اللي فوق بتاعنا هنا اللي هو ايه? الخاص بمين? الخاص بالعنصر بتاعنا اللي هو البوينت. وفي نفس الوقت لو انا جيت هنا عندي حاجة في البوينت اللي انا ضغطت عليها. هيقول لي والله انت عندك نقطة هنا تحت على اليسار عاييه? عندك نقطة رقامها واحد للي تاعها كانو بالن物ين تاعتها كيه. بناءً عن نفس الارقام اللي ايه نكبر شوية كده. لقي نفس الارقام اللي موجودة هنا نفس الارقام اللي موجودة هنا. انه ليسيء مدام هو عنصر سيبل. هقدر ايه موجوده فيه مباشرة من عنده في يهيه? في القيمة بتاعته. لو انا حتى عملت هنا سأجري يعني كده اللي هو يعتبر مصر. من هنا لحد هنا وقلت له انتر. تمام? مجرد ما بختار المصر ده هو قال لي فوقه والله انت عندك انت بسميه واحد. نفس الوقت انا حبيت عدل اسمه مسلا بجيب هنا في الانت. طبعا بتاعت كلها بتزهر لي هنا. هسميه رود واحد مسلا. مجرد بقول له اوكي. تمام? وبختاره زي ما انت شايفين. او قال لي النوع اللي انت بختاره ده اسمه واسمه رود واحد. يبقى النوع ده اوات ورود واحد. في نفس الوقت لو انا جيت في القيمة اللي على اليسار اللي هي بروس بكتور. قلت له والله انا عايز هنلاقي في علامة زهرت لي هنا. طول ما العنصر اه عشان نشوفها برضو. انا عندي هنا في الرسمة ما فيش اسطح. ما مش هتلاقي علامة هنا. طول ما العنصر في علامة هنا يبقى في حاجة تحت منه. قيمة دانية من درجة تحتية. تمام? مجرد ما بدخل على وبقول له هنا هلاقي انا عندي هنا ايه? عندي ان فيه بتاع اللي هو اسمه رود واحد. لو انا زي ما قلت لو انا مش مختاره او لو انا عندي مشروع كامل وعايز اوصل لرود واحد بعمل كليك يمين عليه وبقول له زوم تو مباشرة بيعمل لي زوم عليه. تمام? نفس الشيء بالنسبة للنقاط. طول ما فيه نقاط في الرسمة نقاط سيفل يعني انت لو فتحت الملف للوهلة الاولى. نستطيع لكم بس من الغي ده. لو انت فتحت اي ملف عشان تعرف ان او سيفل او كاد. بتبتدي مباشرة بتنظر على اليسار هنا. مجرد مسلا على سبيل المسال انت شايف قدام منك فيه نقطة هنا. من غير ما تضغط عليها لو لقيت كلمة هنا ومنها النقطة الصودة دي معنا زلك ان فيه نقاط سيفل موجودة في الرسم. يعني ايه? يعني فيه نقطة قابلة ان هي تشتغل سيفل. لان نفس النقطة دي على سبيل المسال اعملت لها اكس دود نشوف مع بعض هنا اكس وانتر اختفت من ايه? اختفت من عندي هنا لان ما بقاش عندي نقطة كاد انا بقى عندي عنصر كاد اه سوري عنصر سيفل. بقى عندي عنصر سيفل كتم تفجيره. سيفل شايفين لو انا اخترته ما حصلش مع هي الحاجة فيه? في الريبن فوق. وفي نفس الوقت اختفت العنصر من هنا. عشان كده كتير ناس بتبعت لي مشاكل مسلا من ضمن المشاكل يقول لي والله انا عندي روحة سيفل بس مش شايف النقاط. البرنامج مش شايف النقاط. لان هي فعلا ما بقيتش نقطة. هي بقيت عبارة عن بلوك. ما بقيتش نقطة سيفل. البرنامج دلوقتي على الوضعها الحالي كده مش هيقدر يتعامل معهم من خلال القائمة اللي موجودة على اليسار. ليه? لان هي ممشي عنصر سيفل فعلي. طبعا ممكن بقى فيه كزا طريقة لان احنا نرجع عنصر ده نستخرج بياناته عشان نرجعه تانية. الفاكرة ان احنا نعمل استخراج لبياناته عشان نرجعه تانية عنصر سيفل. ولكن على وضعه ده هو ما بقاش عنصر سيفل. وعرفت منين مجرد ما انا بصيت هنا والله ما لقيتش عنمت البوينت الصغيرة هنا حتى في البوينت جروب ما لقيتش اي شيء اللي بس حاجة اسمها البوينت وفاضية. لو مليانة كان هيبقى نتيلز بتاعتها موجودة تحت. في نفس الوقت لو انا اخترت العنصر ما ظهر ليش الايه الريبين بتاعه فبالتالي ده ما بقاش عنصر ايه? ما بقاش عنصر سيفل. اما عنصر سيفل زي كده مسلا ان هو الفيتشار لاين هو ظهر لي وقال لي ده اسمه فيتشار لاين برضو لو عملت له تمام كده? اضغط عليه ما بقاش موجود معي ايه? موجود معي. رغم ان هو طبعا مسلا موجود في اللي ار دي او كده. ولكن ما بقاش عنصر سيفل لانه تم تفجيره. بقى عبارة عن ايه? لو عملت كنترول واحد. بقى عبارة عن طبعا دايما اه ويفضل برضو اه الناس طبعا بتجيل لنا اسئلة كتير وان شاء الله نحاول نجاوب على اسئلة بشكل عام. ولكن هي الفكرة كلها حاول دايما كده تبقى انت واخد زيادة قابليها اللي هو ايه? اي عنصر انت شاكك فيه اضغط عليه كنترول واحد وشوفه نوع ايه. واخد بالك لان مش شرط الشكل ده هو الشكل ده شكل سيفل ار. ولكن هو فعليا مش سيفل هو مسلا بلوك. عشان تبقى انت عارف استباقيا الملف بتاعك ده قبل ما تبتيجي تسأل حد مسلا احيانا الناس بتسأل طبعا وربنا بيقدرنا ان احنا بنجوى على الناس ولكن مساعد بنتأخر عليهم. فبدل ما تستنى ان حاول انت نفسك تحل موقفك او تحل مشكلتك. ازاي انت بتشوف العنصر ده? ليه مش قابل معاك? اعملت لك يعني ايه? وقوله كنترول واحد بيدي لك التفاصيل بتاعته كاملة يقول لك ده بلوك. يبقى انت عارفت ان ده ايه بلوك مش عنصر ايه? مش عنصر سيفل. تمام كده? اه اتمنى لغاية كده الامور سهلة وبسيطة وواضحة. اه هنبتدي دوقتي نعمل المقارنة بسيطة ما بين السيفل والكاد. وايه مشاكل اللي بتظهر? انه في مشكلة اساسية. اه عندنا بتظهر في حالة لو احنا فتحنا ملف في كاد في سيفل. وهنعرف ايه المشكلة دي وايه تفاوراتها وايه امورها. لحد كده الامور واضحة شباب ولا في حاجة. انا 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 انا. الله يبير ايك لك يا رب. اه اه اونز عجباك الدورة ولا هي عشان انت كنت مستنيها ولتاني وكذا. انا متعلم اوة ان شاء الله. الله يبريك لك يا رب. الله يبريك لك يا رب. من دمنا الحاجات برضو بخصوص التعلم ما استأذلك معلش حتى للشباب اللي موجودين معنا. دايما كده اخدها قاعدة معاي. لما بتشوب حاجة جديدة او بتشوب فيديو جديد. ما تبتلش على طول اللي انت تاخده وتبتدي تشتغل. لان فيه ناس كان بتعمل الخطوة دي. اللي هو يبتدي يشتغل مع الفيديو على طول. عادة تتفرج على الفيديو بالذات لو فيدي ساعة نصي ساعة. اه تتفرج عليه بالكامل عشان تعرف الفكرة من البداية لحد النهاية وتبتدي بعد كده تعيد الفيديو تاني وتبتدي تطبق. ده 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 اللي انا دايما بشتغل به كده. انا مسلا ما بدور على حاجة ما بخدش اللي انا عايزه وبهرب لان فيه ناس تعمل كده. بخدش يتفرج على حتة اه انا خلاص خدت اللي انا عايزه بيطلع من الفيديو وخلاص على كده. هي الفكرة ان دايما عادة اللي بيشرح بيشرح او الحاجة النموذجية ازاي بتتعمل. يعني مسلا ا احسرح نموذجيا ازاي مسلا بتحل المشكلة دي. بس في حلول اخرى لنفس المشكلة دي. افرت انت وقعت في المشكلة دي بس مش عارف توصل للمحل الاول ما نفعش معاك. بس ايه يرجع تاني يسأل تبا يا جماعة والله في نفس الفيديو. يقول لي ما انا اتفرجت مسلا على الفيديو وما لقيتش لا. الفيديو مسلا احنا حللنا المشكلة الى ثلاث اربع طرق. فدائما مسلا اتفرج على الحاجة كلها على بعضها. خد منها الفكرة ان انت اكيد تستفيد منها. تخد منها الفكرة وب بعدين نبتدي يرجع تاني تفرج عليها وطبق في الجزء اللي انت عايزه. ولكن انت استفدت ببقيت ايه محتوى الفيديو. فاتمنى دي دي يعني نصيحة مني لكم عملوا دايما كده. يعني تعال نفسك شوية تفرج على الفيديو كله تمام وبعدين انت كم. طيب. اه انا اجتدي بس نشوف حاجة بسيطة اللي هو الكاد والسيب. تمام? هنفتح معيش بس الكاد هستأذنكم. ده الكاد وده السيفل تمام. سايد باي سايد كده نجيب الكاد وده نجيب السيفل. اه الفرق الاساسي ما بيني الكاد ونجيز السيفل التمبليت اللي بتفتح. التمبليت اللي بتفتح. لما بتجي تفتح ملف الكاد وبتيجي مسلا على الليارز بشكل عام. هجل اقف هنا. واقول له انا عايز اشوف الليارز. بتلاقي الليارز زيرو فقط. ده رقم واحد. اول حاجة بتلاقي ان الليار بتاعتك الليار زيرو. في حين ان السيفل لو انت فتحت ملف جديد انا هتعافل ده. تمام? واقول له انا عايز افتح ملف جديد. ده ملف جديد مفخوش اي شيء ما عملناش فيه اي شيء. لو جينا هنا على الليارز ولاقينا انا نلاقي في لسة طويلة جدا من الليارز اللي موجودة. رغم ان الملف الفاضي انا فتحه لسا جديد. الليارز دي جاي مني. البرنامج زي ما اقولت لكم. البرنامج سيفل تري دي لما بيجي يفتح التمبليت بتاعه. لو انا جيت قايمة ستارت وجيت قلت له مثلا ما عايز اعمل نيو. تمام كده? وبقول له براوس تمبليت. انا لاقي حاجة اسمها انه تمبليت سيفل تري دي مترك وتمبليت سيفل تري دي امبريل. دول الفرق ما بينهم وبين بعض زي ما قلت لكم على الديسك توب احنا لما يفتح بيفتح الامبريل والمترك. هي الفكرة كلها. الشورت كات اللي موجود على الديسك توب اللي بتفتح المترك بتختار لي اوتوماتيك مين ده. اما في حالة لو انا فتحت قيمة الامبريل هو اوتوماتيك بيختار لي مين التمبليل ده. تمام? يعني حتى لو انا فتحت لو انا بالغلط فتحت اه الامبريل مجرد ما هونالك اللي انا حاجة اقول له انا عايز اعمل نيو م ملاف جديد سوري ازيل اضغط عليها مباشرة مفروض باضغط هنا نيو بقول له براوس تنبلت وساعتها بختار المترك هيفتح تيه التنبلت بتاع المترك الفكرة كلها ان التنبلت لما بيفتتح ما بيتفتحه وميكونش فاضي لأ البرنامج محمل بمجموعة حاجات رقم واحد ده برنامج السيفل اما البرنامج الكلة طبعا هو ما فيه اي حاجة ولا فيه سكيلز ولا فيه اي شيء هو بس اللي هي الزير وخلاص على كده اما البرنامج السيفل لا لو احنا فتحنا معيش هنكبر شاشة السيفل شوية نبص اول حاجة كده على الشمال تحت نلاقي ان البرنامج السيفل فيه مجموعة سكيلز موجودة هنا ده خاصة بمين خاصة ببرنامج السيفل ده رقم واحد رقم اتنين البرنامج نفسه لو جينا بقائمة سيتنج وبنعمل كي مين وبنقوله ايدت بيديني ان انا عندي مين عندي الابشن ان انا بالمتر تمام كده وبيديني ان في عندي كوردينيت سيستم ممكن اشتغل بيها برنامج الكايت برضو ما فوش الجزئية ده تالت حاجة وديه الاهم اللي هو السيتنجز بساعتنا كل عنصر من عناصر السيفل تري دي لنوعين من الستايلات استايل خاص بالعنصر نفسه من حيث اللون والشكل وما الى ذلك استايل خاص بالكتابات الملحقة بالعنصر ده يعني الكتابات الملحقة يعني اللي مثلا الالليمنت لو على سبيل المسال انا جيت عملت هنا الالليمنت تمام حاسميه مثلا رود ارضي 0 واحد مثلا وبقول له اوكي وبرسل مثلا الالليمنت اللي هو من هنا لحد هنا وبضغط انتر زي ما انتوا شايفين هو رسمي الالليمنت او مصار وكتب لي علي كتابات فالكتابات دي لها ستايل والمصار نفسه دي ستايل تمام كده طب الستايلات دي موجودة فيين؟ موجودة في قائمة سيتنجز تمام الفكرة بقى كلها ان الستايلات دي محملة في البرنامج فعشان كده البرنامج لما بينزل بينزل بالقوايم اللي موجودة معنا أصري بالله يا الرزاة اللي موجودة دي لان كل ما هنالك ان الستايلات دي موجودة على مين؟ الابشن بتاعيها لو نجينا مسلا على سبيل المسال في الوينت في الوينت ستايل وجيت مسلا في قائمة البيزيك عملت يكليك يمين ويبطوله ايدت وجيت في قائمة ديس بلاي بيقول لي مين؟ بيقول لي والله ان الماركر او شكل النقطة دي موجود على لير اسمها في نود. تمام كده? واللبل ده موجود على قايمة اسمها في نود داش تكستر. ليه? كده هو البرنامج بيتحمل بالليارات دي. لان الليارات دي هي اللي عليها الستيلات بتاعت البرنامج. اما في الكاد طبعا احنا ما عندناش اي استيلات ما عندناش اي شيء فعشان كده برنامج الكاد بيطلع لي مين? بيطلع لي اللير بتاعته. اللي هي زيرو اللي هي فاضيه وخلاص على كده. تمام? يبقى ده اول شيء بتاع السيفل. لما بتفتحه لازم بيزهر معك اللي يردي. واللي يردي على فكرة للعلم يعني مش موجودة كده اعتباطا او مسمياتها كده غير يعني مش مسميات سيفل دي. بناء على الكاد ستاندر. ناشونال الكاد ستاندر. طبعا هي كانت في المحاضرة حلوة جدا. انا مش عارف صراحة بين ايرابيا عندهم محاضرات الموضوع ده لا. ولكن اكاديمية الدارين كان صراحة في في كورس جميل جدا عن الموضوع ده. كل مسمى او كل حرف من الحروف الموجودة عشان في الناس ممكن ما تعرفش كده ستاندر نقول سريعا كده. كل حرف من الحروف الموجودة دي ليه دلالة. السي دي مسلا حاجات الخاصة بالسيفل. اه لانه اختصار كلمة annotate مسلا على سبيل المثال. مسلا على سبيل المثال اقولت سي بريج ديك. يبقى هو هنا قصده ان السي دوت اللي هو دي سيفل. البرج دوت اللي هو الكوبري. تمام? والدك يبقى دي الخرسانة بتاعت الدك او الخرسانة العلوية للكوبري. هنا برضو عندي سي بريج ابوتمنت. طب هنا اسيسا بي ار دي جي انا معرفتش هي عيد. لأ هو البرنامج الناشنال كاد ستاندر موجود في اه كل لير. انا حاول حتى افتح لكم لما ناخد البرج. اه كل لير موجودة. المسمى بتاعها عبارة عن ايه? والاختصار بتاعها هي. بحيث الفئة كلها لو انا عملت الشغل انا هنا مسلا موجود في السعودية حاليا. وانا عملت الشغل بتاعي بناء على النشنال كاد ستاندر ده. وبعدت الشغل بتاعي ده مسلا امريكا وبريطانيا او اي اي مكان في حوالي العالم. مغرد ما الناس يوصل لها الشغل ده تفهم مباشرة العنصر المرسول ده عبارة عن ايه? انا مش محتاج اقول له والله او عمل له اقول للعنصر ده بوينت مسلا او ده او مسلا ده بتاع الكوبري او ما الى ذلك. تمام? يبقى كل عنصر مباشرة هو مغرد ما هو بيختار العنصر بيبقى انه في اللير على طول او والله اللير دي بتقول ان هو بريتش ديك يبدأ كده سطح مسلا الكوبري من فوق. ده مسلا ال اتج الرود وما الى ذلك. فطبعا كل حاجة خاصة الكود بتاع مسلا السي دي خاص بالسيفل لو ماشينا قدام شوية. هنلاقي حاجة تانية اللي هي الفي. عادة الفي دي خاصة بالمساحة يعني الاعمال المساحية غالبا بتلاقيه هنا. فعشان كده اغلب الحاجات اللي هتلاقيها مسلا عملية رفع هتلاقيها مسلا موجودة في السي. لكن الحاجات التصميمية غالبا ممكن تلاقيه في السي. سوري في الفي. الحاجات التصميمية ممكن تلاقيه في السي وهو هكذا. يبقى الناشنال كاد ستاندر صراحة هي في دورة جميلة جدا لنا حابين ممكن اعمل لكم منشن لها او يعني اعمل لكم اللينك بتاعها. شاب مصري برضو. ومعتز صراحة شراحة بالتفصيل. يعني الفكرة انت ممكن ما تستخدميهاش قوي دلوقتي ولكن انا انصحك ان انت تتفرج عليها ان انت تستفيد معلومة جديدة كويسية جدا في عملية ناشنال كاد ستاندر. فالبرنامج نفسه زي ما انت شايفين عامل العناصر بتاعته او عامل بتاعته سواء ستايلات الكتابة او ستايلات العنصر نفسه. بناء على مين? على ناشنال كاد ستاندر وحاطتها في الليارز بتاعتي. انت طبعا ممكن تغير الليارز دي او تغير مسمياتها زي ما انت عاوز ولكن هو الاساسيسي بينزل كده. حتى لو انت كنت عملت دلوقتي للملف مش هيرضى يشلك مين مش هيرضى يشلك ليرات. ان هي موجودة واردي فيه في الليستايلات بتاعتك هنا. تمام كده? يبقى دي كده من تاني حاجة اللي هو ان البرنامج نفسه بينزل بمجموعة ليرات وبينزل بمجموعة استايلات موجودة معنا هنا. زي ما قلنا اللي في عندنا وعندنا وعندنا الفرق ما بينهم وبين بعض مسلا على سبيل المثال هنا بتاعنا زي ما انت شايفين واحد الالف واحد الامتين وما الى ذلك لكن لو انا فتحت على سبيل المثال برضو نشوف الفرق ايه? او بيفرق في الحاجات الاسية في 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 اللي موجود تحت على اليسار هنا اللي احنا نشوف نايدا بس يفتح معا هنا. او دلوقتي اللي احنا نفتحينه ده مجرد ما بضغط هنا زي ما شايفين الاسكيل مختلف تماما عن مين? عن الاسكيل بتاعنا? تمام? الوحدات الاساسية. انا اسف معايش? الوحدات الاساسية عندي هنا في انا عفلت. اه انا اسف. او نيو. لو جيت هلاقي الوحدات الاساسية بالفيت. تمام كده? اه برضو من الحاجات المهمة جدا. الاسطاندر اللي بيشتغل عليه البرنامج. بمعنى ايه? لما ديجي بنشوه الله بعد كده بنشح في الطرق. في الطرق. اثناء وانت بتعمل الطريق على سبيل المسال لو انا جيت في الالايمنت هنا. وجيت بتقوله والله انا عايز اعمل الالايمنت او عامل الالايمنت من الساعة. نفس الوقت لو انا قلت له الديزاين كارتيريا بتاعتي هيبتيت يشوف لي مين يشوف لي هو انت شغال والله الرودوي بتاعك الرودوي ديزاين ستاندر اللي هي بتاعت 2011 الامبريال. كيبه هو مختار لي هنا عناصر التصميمية الخاصة بالامبريال. كل الوحدات الامبريال. على سبيل المسال طبعا هو محمل البرنامج بالكود الاشتو اللي هو الالفين واربعتاشر والالفين وتمنتاشر الجديد حتى هو الالفين واربعة سوري واربعة سوريه فى زي ما تشاهدين ثم انا فاتح فى الامبريال هو مباشرة شابت الكود الخاص بالامبريال لكن لو انا اروحت لنفس نفس البرنامج السيف اللي هيبتدي اقول له انا عايز اعمل الانلايمنت. انلايمنت جديد تمام وباجي فى نفس المكان وبقول له زي ما تشاهدين اول حاجة قال لي ان اللي السرعة بتاعتك كيلو متر فى الساعة. في نفس الوقت الاستاندرز بتاعتي قال لي ايه انت شغل بالمتر. فهو شاب اوتماتيك المترك. ده الفرق الاساسي ما بين هنا وما بين هنا. تمام? اللي أنا لما بفتح التمبليت. أنا نسميه التمبليت. لما بفتح التمبليت بتاع المترك فبيجيب لي كل ما هو مرتبط بالمترك بعد كده. سواء بقى في الديزاين ستاندرز ذاعتي في في الاكواد بتاعتي وما الى زال. تمام? وبرضو في السكيلز بتاعتي. اما لو انا فتحت في في الامباريال بيجيب لي حاجة حاجة الامباريال. طبعا في الكاد اللي حياتي لو من تونيدي. ده ولا ده. الكاد غلبان يعني مالوش دعوا بالموضوع قال. فده كده الحاجات الاساسية ما بين هنا وما بين هنا. ايه بقى المشكلة المترطبة على اختلاف ان الكاد وان السيفل. سوري ان انا فتحت ملف كاد جوه السيفل. ملف كاد جوه السيفل. لان افريكا كلها لما بفتح انا ملف الكاد جوه برنامج السيفل. ملف الكاد نفسه مفهوش الستايلات. مفهوش اللي اراد بتاعتي مفهوش اي شي. على سبيل المسال انا هفتح ملف الكاد هنا اقول له اوبن. تمام انا مجهز لكم ملف كده كا تست. على الديسك توب اللي هو احنا مسميه اوتو ديسك هنا. مسلا اللي هو ده. انا كده فتحت ملف كاد جوه السيفل. انا قدر اشتغل عليه كما هو. مفيش اي مشكلة. ولكن المشكلة كلها هجيلي في حاجات معينة. رقم واحد لو انا بصيت هنا في الاسكيل زي من شايفين. جايب الاسكيل مختلف تماما عن الاسكيل اللي انا بشتغل ليه. حلو مش اللي هي واحد لمية واحد لالف وما الى ذات. ده رقم واحد. رقم اتنين لو انا جيت في المسال في البوينت. اقول والله انا عايز اعمل بوينت ستايل. هيقول لي والله انت عندك الستاندر. طب انا عايز اعمل الالايمنت. كان الالايمنت دلوقتي فيه عناصر كتير في الالايمنت ستايل. هيقول لي ستاندر. هيبقى كل حاجة عندي ستاندر. ليه? لان برنامج. يا سوري. التي فاتح حليل كايد اساسا مفهوش. مفهوش اي مفهوش اي استايلات. مفهوش اي شيء. وبالتالي لما هيفتح عندك هنا في السافل. السافل. 痕 انت فتحت في السافل وكل شيء. ولكن سيفل بيشوف محتوى الاساسي بتاع التيم بيليت. محتوى الاساسي التيم بيليت. مفهوش اللاييرات بتاعت изيانfach اي مجموعة اللاييرات. اللي ها هي اننا كنت اشغالي الطبعا كنت inflow في مجموعة اللاييرات. بس مجموعة اللي الرد دي اللي هي العناصر اللي موجودة والعناصر اللي كلها هنا موجودة عبارة عن خطوط ودواير وبلوكات ومن لذلك فالعناصر دي ملهاش استيلات الكاد ما عندوش استيلات في الموضوع ده فلو انا حبيت اشتغل على اللوحة زي كده يفضل ان انت ما اشتغلش على الوضع كما هو دلوقتي. ليه? لان الوضع كما هو هتتعب كتير جدا اللي انت هتعمل لكل عنصر من عناصر السيفل اللي بعد كده اللي عايز تعملها مثلا انا عايز اعمل نقطة هبتدي اعمل لها استيلاتها من جديد هبتدي اعمل سطح هعمل له استيلاته من جديد ليه? لان كل شيء راحت الاستيلات بتاعته. كل شيء بقت الاستيلات بتاعته standard. في حين مثلا اهو زي ما انت شايفين هنا انا عندي surface style هي حاجة standard بس. لكن لو فتحت اللوحة اساسية وقلت له والله اللي هو التمبلية الاساسي بتاع السيفل وقلت له surface style زي ما انت شايفين كام قد ايه عدد الايه الاستيلات اللي موجودة طبعا الاستيلات اللي مش فاهم الاستيلات ايه اللي هو زي ما قلنا الشكل العام بتاع السطح سواء استيلات اه او شكل العام بتاع العنصر السيفل سواء شكله او لونه ما الى ذلك او شكل الكتابات المرتبطة بيه. فهو البرنامج محمل زي ما قلنا بالموضوعات دي كلها لكن في حالة لو انت فتحت ملف كاد مباشرة في السيفل وحبيت تشتغل هتبتدي زي ما قلوه ايه from zero هتبتدي من البداية وطبعا ده هياخد مجهود ووقته تعمل جدا 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 طيب الحل هنا ايه هو طبعا فيه حلين حل غير محبب وحل محبب الغير محبب اللي انت بتيجي على قايمة manage وبتيجي تقوله import styles هنا بتعمل styles هعمل لك import styles هجيب لك الستايلات كلها من اي ملف تاني ملف سيفل حتى لو ملف فاضي حتى لو ملف فاضي مجاربة بتقوله import هو طبعا هيقولك عمل سيفل الرسمة الاول وقالت بتقوله import بيقولك فين الملف اللي انت عايز تجيب منه الـ data تقوله والله حتى لو ملف فاضي زي ما قلتلكم بتعمله ملف فاضي على الـ desktop تقوله هو الملف ده وبتدي استدعي لك نجرب كده على سبيل المسال انا عندي الرسمة دي اسمها drawing واحد وفاضية ما فيهاش اي شيء بقوله control s هسايفها fill point هنا واسميها drawing باسم drawing 2 مفيش مشكلة وحاجة هنا بقوله control s لازم بعمل save الاول قبل ما ابتدي استدعي styles بقوله import style تمام فبيقول لي فين الستايلات بتاعتك فبروح انا عندي هنا اللي هو save fill point اللي هي drawing number 2 بقول له open ودلوقتي بيبتدي يعمل تحليل الملف اللي هيجيب منه زي ما انت شايفين قال لي والله انت عندك styleات في كل العناصر دي في general or point والsurface والparcel وما الى زلك لو انت عايزت تستدعيهم كلهم اوكي مش عايزت تستدعيهم كلهم بتبتدي تضغط هنا وتشيل ايه وتشيل كل اللي موجودين على اللي ما اصري تضغط هنا تريبا اه بتشيل عمتا كل اللي ايه كل العلامات اللي موجودة اللي فيها طبعا underlasing في حاجات ايه تحت بعضي وزائد برضو في ال import settings او انت عايز تعمل import settings تمام طب الحالة دي انا عايز ايه عايز كله وبقول له اوكي وبقول له اوكي وبنتظر اللحظات بيبتدي هو يعمل استدعاء لكل ال styleات اللي موجودة في الملف اللي انا اخترته للملف اللي انا موجود فيه طبعا دي حلوة جدا في حالة لو انت بتنقل styleات ما بين ملف سفل لملف سفل تاني يعني مثلا على سبيل المسال انت عايز تبتدي تعمل وعايز تعمل standard template اساسي تستدعي منه وممكن في اي وقت تستدعي منه بالطريقة دي لو انا جيت هنا في ال point وقلت له point style زي من الشافين جاب لي كل العناصر الموجودة وكمل معهم كلمة standard اللي كانت موجودة نفس الشيء هنا لو انا جيت في قائمة surface وقلت له surface style جاب لي كل ال styleات اللي كانت موجودة في الملف التاني زايد ملف ال style الاسم والstandard اللي كان موجود بالفعل في اللوحة لما افتحتها ده في ملف مين ملف السفل نفس الشيء لو انا ضغطت هنا هنا ما عمل ليش مين ما عمل ليش ال skills بتاعتي طيب انا لقى احبب بالطريقة دي بالذات لو ال skills عندك هنا مليش مظبوط وما الى ذلك طب الحل ايه ابسط حل واسعى الحل طبعا احنا كنا عملنا حلول كتير ايام الفيديوهات بتاعتنا انا هالوقع الابسط حل اللي انا بستخدمه على طول كل ما هونالك افتح ملف الكاد بتاعك او اللوحة بتاعتك سواء في الكاد او في السفل ايا كان مفيش اي مشكلة بتختارها كده كلها بتعلم عليها كلها ولو هي عناصر كتير بتقول له control c حلو كده فبيقول لك select object بتقول له all يبقى انا هختار كل اللي موجود في الرسم وبقول له enter enter كده اخدني copy من كل العناصر اللي موجودة في الرسم مجرد ما بفتح ملف جديد في السفل 3D تمام طبعا زي ما قلنا الملف الجديد بيجي محمل بالسطيلات بتاعته بيجي كل شيء بالسكيلز بتاعته وباجي هنا في قائمة home على قائمة paste وبقول له paste to original coordinate يعني نزل لي data اللي انت جايبها دي في الcoordinates الاساسية بتاعتك وتنتظر لحظة على حسب طبعا حجم الملف بيبقى صغير ولا كبير فالحالة دي هو خلاص خلص فبعمل zoom accident بيجيب لي الرسم كده رسمتي انا استفدت بايه رقم واحد استفدت ان الاصطيلات بتاعتي كلها موجودة التمبليت الاساسي بتاعت موجود بكل تفاصيله بكل عناصره تمام وفي نفس الوقت جبت محتويات اللوحة كلها من هناك جبتها هنا يبقى تده الحالة المثالية اللي ابتدي اشتغل عليها البرنامج اشتغل عليها حالة مين حالة ان انا جبت اللوحة من كات لسفل ده ابسط حل واسهل حل واحسن حل كان في حل تاني كنت شرحت هنا للشباب قبل كده ان هو انا بعمل insert للوحة الكات جوه لوحة السفل من خلال قائمة insert العادية تمام كده وبقول له add insert تمام وبقول له block from library وببتدي اشوف اللوحة بتاعتي في الحالة دي اللي هي في الpoint اللي هي دي تمام كده وبقول له open بس بيبقى في مشكلة هنا عندنا بتظهر هستغلينكم نبص عليها اللي هي اه والله شاشة البلوك الجديدة دي انا متعملتش معايا ثماني كده بس اشوف هو نازل او انا نازلتش يا ورد اه اه insertion point scale طب لا معايش نايسو عشان انا اول مرة استغلل ما مستخدمش ال insert انا في البتاعتها هو ما ابدأ ايا المشكلة بتحصل في الحالة امليت لما اعملت insert من لقاحة cad لقاحة cad ادخلها جوه السفر بالطريقة اللي انا هنطل لكم عنها خيمة insert البرنامج كله اهم شيء اللوحة اللي انت جايبها من الكاد تكون المحتويات بتاعتها اساسا بالمتر يعني ايه تفتح لوحة الكاد الاول في الكاد وتخلي اليونت سبعتها بالمتر ده اهم شيء لازلت تعمله قبل ما تجيب اللوحة يعني مسلا على سبيل المسال انا هفتح نفس اللوحة على الكاد تمام وقبل ما اعمل لها عملية ال insert دي او اعمل un لو ال units وبقول له enter لازم اتأكد ان اللوح دات بتاعتي هنا ايه بالمتر مش بال feet عشان لو انا عملت بال feet كده وعملت لها استدعاء من خلال قيمة insert في save 3D هيبتدي هو automatic يعمل لها scale معانا ان هو يعمل لها scale يبقى انا عندي كل المناسيب اختلفت كل الابعاد اختلفت كل اللوحة اختلفت بشكل عام دي مشكلة كبيرة جدا بتحصل وفي ناس كتير للأسف بتعدي عليها الموطة دي ومتاخدش بالها ان لو اللوحة بتاعتك ال insertion بتاعتك اللوحة الاساسية بتاعتك اللي هي الكاد بواحدة تانية غير المتر وجيت عملت لها insert زي ما قلنا كده خلال قيمة insert وقلتنا انا عايز اعمل insert اللوحة دي تمام كده اللي هي لوحد انا هحاول بنها insert والله بس انا مش عايب بصراع insert الجديد ايه موقفه insert انت عزمان يا شباب طيب داش داش insert داش insert عجبها ليت عايش ناس بس هي الفكرة كده ان انت لو عملت لها insert في ال civil عندنا هنا ومخدتش بالك ان الواحدات الاساسية مش بالمتر اللوحة مباشرة هتعمل لها scale عشان تهرب من الجزئية دي نصيحة مني لكم كاخ كاخ كبير سامقوني عشان انا سني اكبر من سنكم كل ما هنالك افتح اللوحة بتاعتك سواء في الكاد او في ال civil اعلم عليها بشكل عين كده كلها لو تقدر تعلم عليها لو ما تقدرش قول له control اه سوري اللو copy لو تعمل control c اللو هو copy بيسألك ايه عناصر فبتقول له all تمام وضب ال enter وبتروح في ال civil الملف الجديد بتاعك تعمل paste original coordinate عجيلك اللوحة بتفاصيلها وفي نفس الوقت بحاجة ايه بيبقى معاك تفاصيل مين تفاصيل اللي هو ال template بالكامل تقدر تشتغل ايه تشتغل عليها دي كانت الحاجات الاساسية ما بين ال civil وال cad اه بشكل عام تمام كده اه اتمنى يعني كل الفرق ما بين ال اتنين بين اه وفي حاجة اخيرة لو كنت عايزة اعملها لكم دايما بيقوله كده عايزة اعمل لكم بس حاجة بسيطة جدا عشان نشوفه بعد كده ايه الفرق ما بين ال civil وال cad على سبيل المسال بس هنعمل خط طوله مثلا عشرة متر اه اه لو جاء مثلا قالنا يا جماعة احنا اطلب مننا ان الخط دايبقى عليه تيكست تيكست داي يمثل اه طول الخط حلو كده اه ويتغير اوتوماتيك مع طول الخط على سبيل المسال ففي الحالة دي احنا بنستخدم حاجة اسمها الفيلد اللي ايه الفيلد اللي هو اللي ايه عبارة عن تيكست جواه حقل الحقل ده بيبقى مرتبط بحاجة اللي هو ال object يبقى انا هخلي الكتابة اللي موجودة جواه هنا مرتبطة بعنصر ايه هو العنصر باختار له العنصر بقول له العنصر ده وقول له انا عايز الطول بتاعه بالوحدات اللي موجودة دي وبقول له اوكي تمام يبقى كده ده كده جاب لي هو ايه جاب لي طول الخط بتاعي اللي موجود في حالة لو الطول بتاعي ده اختلف احنا سبيل المسال ان هغيره هخالي مثلا كده تمام مجالة بتعمل ر اي وانتر فبيغير مباشرة طول الخط فين طول الخط هنا طيب اه لو انا حبيت ان انا اعمل ايه ان الاتنين دول يبقى block واحد الاتنين دول يبقى block واحد فانا انا اعلم عليهم الاتنين وبقول له مسلا block تمام وهقول له ايه هسمي line والله pick point بتاعته بالنوطة دي وبقول له اوكي تمام طيب انا عايز اعمل extend للخط ده الخط ده هيبقى variable بيدوره يصغر فالحالة دي مدام هو block مع بعضه عشان هما الفكرة يكون هما عشان يتحركوا مع بعض الناس يبقى block واحد او جروب واحدة فالحالة دي عشان اعملها block فهبضطر ان انا على سبيل المسال عمله dynamic block فسريعا انا اعمل حاجة اسمها dynamic block اللي هو انا هعمل هنا اوات linear تمام من البداية لحد النهاية ويقفل هنا تمام وال dynamic block سريعا انا انا هعمل خصائصه انه هو يبقى grab واحد بس تمام وهبتدي اقول له والله انا انا عايز اعمل حاجة اسمها stretch stretch mean للخط اللي انا عملته في المنطقة دي وين هختار العنصر بتاعي اللي هو ده وبقول له enter وبقول له close ها دي close يبقى كده الخط بتاعي مجرد ما انا بعمله stretch كده ماشي وبقول له r e بيبتدي يتغير طوله وبيتغير مين تغير الكتابات اللي عادي حلو كده انا كده عملت خط مثلا سريعا كده في الكاد العادي عملت خط مجرد ما بصغره او بكبره بيغير المعايير بتاعتي حلو طيب لو انا حبيت ان انا اعمل حاجة تانية اللي هو ايه انا زي ما انتم شايفين لو انا مسلا صغرت الخط وجبت الخط لحد هنا الكتابة موجودة في حتة وال stretch موجودة في حتة تانية طيب انا عايز اخلي دايما الكتابة في نص نص الخط طيب اقول له اوكي ابتدي اعمل stretch ده تاني اعمل stretch تاني لنفس العنصر ده في نفس المكان طمام وهاختر ال object بتاعي اللي هو ده وبقول له enter انا كده عملت stretch تاني حلو كده stretch بتاعي التاني ده هنخلي بس القيمة بتاعته عبارة عن نص point five ليه لو انا كبرت الخط بتاعي بمقدار خمسة هو يحرك الخط التاعي دوت يمشي الخط التاعي دوت بمقدار نص بس نص القيمة بتاعته اللي هي 2 متر ونص اوه نطول اوكي ونشوف القيمة مع بعض هاصلين اعملت حاجة تانية ناسف اختار ما احنا حاجة اوه ايوه اقول له اوكي احنا هنعمل stretch تاني طبعا العنصر ده من الجريب ده وفي المنطقة دي وهختار مين اختار ده وبقول له انتر وهنغير اللي على يمين ده هنخليها بقيمة نص بس point five وبقول له اوكي 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 تمام كده في حالة لو انا غيرت طول الخط اوكي 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 بتغير الكتابة طبعا احنا عملنا كاب خطوة عشان نوصل للموضوع ده حلو لو عملنا بقى rotation ده موضوع تاني اساس انا عشان تعمل بقى rotation للخط ده موضوع اساس موضوع تاني فتبخيل بقى لو حد جاء لك طب ما اشي والله هشام انا عندي مثلا البولي لاين على سبيل المثال البولي لاين ده انا عايز نفس الفكرة اللي انا عمل عليه الخطوات دي ان انا اظهر على كل خط من الخطوط دي الكتابة بتاعتك وبالمرة ضيف لي بداية ونهاية كل خط الاستنج والنوصلين بتاعتك طبعا انت عشان تعمل الكلام ده بالاوتوكاد انت عايز تعمل موال كبير او في السيفل انت مش محتاج ولا حاجة من الحاجات دي كلها كل ما هنالك العنصر اللي انت اخترته ده مجرد ما بتدخل على قيمة أنوتات شوفوا فقا الفرق الرهيب ما بين هنا وما بين هنا بتدخل على قيمة أنوتات بقول له والله انا عايز اعمل لابلز فبيقول لي لابلز دي انت عايزة ديه فبقول له والله الابلز دي عبارة عن line وكرفات طيب عايز تظهر ايه ساعتك انا والله اعايز اظهر في حالة لابل line انا عايز اظهر الطول distance only وفي الكرفات انا عايز اظهر على حسب كهزة radius على سبيل النسال بيقول لي سيجمينت واحدة ولا ملتبل سيجمينت فابقول لي طيب فين فابقول لي العنصر ده طبعا الكتابة زي ما انتو شايفين كي بريت اوي هنبتدي بس ننصر غرها بباشرة انا مجرد ما اخترت العنصر هو الراجل كتاب لي الانصر بتاعه وكتاب لي مين كتاب لي الطول بتاعه وفي نفس الوقت اوخت الزاوية بتاعته لو انا غيرت في اي وقت الخط العادي هو هو اوتوماتيك بيغير لي الكتابة وبيغير لي كل عنصر من العناصر ادي اللي مكتوبة عليه تمام كده زي ما انشايفين لو انا حتى عملته هنا كيرو وغيرته عملته كيرو اوتوماتيك بيغير لي بيقول لي والله انت كيرو ده الريدياس كام والتور كام وما الى زلك دي ابسط حاجة ابسط مثال ما بين السيفل والكاد وللعلم ده عنصر كاد عادي أنا عملت polyline أنا ما عملتش عنصر سيفل ده عنصر كاد خلال شوفوا قد إيه أن البرنامج السيفل ممكن يساعد معنا في حاجات ببسيطة جدا اللي هي في الأوتو كاد اللي احنا عادنا نعملها شوية dynamic block وما إلى ذلك كلام ده كله حين أننا في لحظة واحدة عملنا مين عملنا الكتابات اللي احنا عايزين وطبعا الكتابات دي قابلة للتعديل وقابلة للتغيير زي ما انت شايف أنت ممكن تغييرها مين واشمال أو تعمل لها فيه بتخلي دي فوق ودي تحت زي ما انت عاوز الكتابة أو تزر بيانات كتير عليها أنا عايز أزر بداية الخط ونهاية الخط وما إلى ذلك كل ده انت تقدر تتحكم فيه بشكل سهل جدا وبسيط جدا جوا برنامج السيفل ده مثال بسيط أوي زي تتعامل مع حاجة سيفل بسيطة وحاجة كاد بسيطة اللي هي عبارة عن خط وإيه الفرق الرهيب ما بين الاتنين وما بين التغييرات ما بين ده وما بين ده أتمنى لغاية كده يبقى إحنا قاررنا بين السيفل والكاد وشفنا الوجهة العامة بشكل عام والأمور إلى حد ما أوضح بكتير إن شاء الله يعني بالنسبة لكم قبل من نخش بقى في التفاصيل والمعمع لغاية كده الأمور تمام ولو فيه أسئلة أنا مفتعد يعني يمندي خمس داية كده أسئلة أو لو حد عنده سبسار عن حاجة لقد لحد وإحنا وقفنا كده هلو يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا بي لحد عنده أي استبسار أو أي حاجة لو حد عنده سؤال لو حد عنده سؤال في اللي إحنا تكلمنا فيه وما إلا زيك هو الديناميك بلوك إحنا طبعا عدنا عليه سريعا بس طبعا هو بحر كبير الديناميك بلوك في الكاد بس أنا حاب بدي أجيب المسال ده عشان أباين قد إن السفل أسهل من الكاد في الموضوع ده بزيات في موضوع كتابات زي كده يعني تمام على بركة الأعتقد أنه كده ببداية دي الأساسية دي الحاجات الأساسية طبعا هو معيش هو الديناميك بلوك ده هستأذينكم طبعا هو حاجة غير الموضوع اللي إحنا فيه بس أنا حبيت بس إيه أخد مثال نقدر نشوف إيه نشوف الفرمة منهم بين بعض طبعا أعتقد كله يعني مفيش أنا أنا شايف كده في الشات الأسلا بتيجي في الشات صح كده هندسة ولا إيه أو صحات بتيجي في الشات ولو حد عند سؤال اللي عايز الصوت بيعني رئيس هند طب رئيس هند دي أقوص الله مين أنا أبقى بلا إيه طيب رئيس هند طيب رئيس هند مني وصوتي خلاص بيروح أستأذينكم لحظة واحدة ممكن معلش أستأذينكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب المستعدين نبتدي في النقاط طبعا أنا حاولت أخلي كل المحاضرات وإن شاء الله المحاضرات الباية هتبقى بعيدة خلاص مش هتبقى زي ما بيسموها باور بوينت نو باور بوينت يعني مش هتبقى خلي باور بوينت بتاعي زي نخش في المعامة على طول عشان نقدر بقدر الإمكان نديكم أكبر قدر من المعلومات طبعا هي التوبكس الأساسية بتاعت البرنامج بشكل عام كنت نازلت قريدي على الجروب نحنا نحاول نتكلم في كل نقطة أو كل موضوع نتكلم فيه في موضوعات مهمة اللي هي بتبقى تعريف الموضوع نفسه وإزاي نتعامل مع العنصر نفسه وعنصر السيفل وإزاي نقدر نحقق الغاية منه الحالة دي يعني نبتدي بأول حاجة اللي دايما من الناس بتبتدي بيها والحالة بتبتدي بيها اللي هي النقاط النقاط هنا تمثل إيه؟ إما نقاط رفع مساحي لأن عادة إحنا نستخدم برنامج السيفل في تصميم حاجة أو إحنا بنعمل تنفيذ حاجة معينة فتأسائل تصميم أو التنفيذ أنت بتحتاج عملية النقاط فهي إما أنت بترفع حاجة من الموقع فعلية وبتحب تشوفها بعد كده على الراسم أو على البرنامج بتاعك إيه وتحب تستخدمها بعد كده في مراحل تانية أو أنت بتستخرج داتا من التصميم اللي موجود منك وغالبا استخرج الداتا ده بيبقى عبارة عن عشان التنفيذ يعني بيبقى عبارة عن بيانات اللي هي النقاط اللي هي بعد كده بياخدها مثلا جامعة المساحة اللي شبهنا كده بياخدوها ويبتدوا اشتغلوا بها فيها الموقع فالنقاط يعتبر موضوع أساسي لأي مستخدم لبرنامج السفل 3D نفس الشيب الأسطح أغلب اللي بيشتغلوا على برنامج السفل بشكل عام بيحتاجوا النقاط والأسطح على الأقل لازم عنصرين دول أساسيين يبقوا معاك تقول إيه إبقى أنت مدرك إيه هي النقاط وإيه هي مدرك إيه هي الأسطح وإزاي تنتعامل مع الاتنين بشكل صحيح وتشتغل فيهم بشكل صحيح عشان هم دول يعتبر أساسي موجودين في كل إيه في أغلب العناصر التصميمية بتاعت البرنامج أو أغلب مجلات البرنامج بشكل عام فعنبتدي بالنقاط النقاط إما تمثل نقاط على سبيل النساء النقاط رفعين ساحي موجود جاي لك من أجهزة مساحية مثلا من الموقع يعني يمثل الأرض الطبيعية الموجودة أو وضع الشوارع الموجودة أو إن كان الوضع الموجود أو أنت بتعمل نقاط تصميمية جوة المشروع ففي قيمة النقاط إحنا عندنا بصنا كده نلاقي على الشمال هنا في قيمة البرنامج حاجة اسمها الpoints وحاجة اسمها الpoints group الpoints دي اللي هي النقاط بتاعتي كل ما هو النقاط هيبقى موجود معي في الpoint هنا وفي نفس الوقت هيبتدي يظهر معي في الليستة اللي تحت هنا هرجينا إن شاء الله دلوقتي لما نشوف في حاجة اسمها الpoints group الpoints group دي عبارة عن جروبات أو طبعا الgroups معروفة كلمة group أنه هو التجمع للنقاط أنت بتعمل تجميع النقاط بناء على خصائص معينة زي ما نشوف برضو دلوقتي إن شاء الله أنا أقدر أعمل تخصيص معين أو ممكن تسميها فولدرات على سبيل المثال تسميها فولدر أنا أريد أعمل فولدر للنقاط مثلا ذات كود معين أنا مثلا بعمل رفع مساحي للطرق والشوارع فأنا أريد أخذ كل ما هو عبارة عن مثلا كفر منهل بتاع مثلا sewage line أخليهم كلهم في مكان واحد بحيث لو أن حد سألني بعد كده هشامل انت رفعته كام أو إيه هي مناسيب أو إيه هي عدد المناهل اللي موجودة في المنطقة في لحظة أقول له والله إنت عندك مثلا 20 منهل 30 منهل ما إلى ذلك ممكن أكون أنا رفع مثلا ألف نقطة ولكن البرنامج automatic هيجيب لي بس مجموعة النقاط الخاصة بالمناهل ويحطاني كلها في جروب واحدة أو في مكان واحد بحيث أقدر أستخد جداتها بتاعيتها مباشرة نفس الحكاية مثلا لو شجر أنا معي مجموعة شجر رفعت مجموعة شجر مطلوب مني أعرف عددهم فأنا مثلا عمل ألف نقطة من ضمنهم مثلا 30 أو 40 نقطة شجر ففي لحظة واحدة هقدر أعرف مكان الشجرة دي فيه تفاصيلها إيه وهأعرف أعمل كل حاجة خاصة بي تمام كده دي من خلال اللي هي الpoint groups الpoint groups مصممة موجودة جوة البرنامج معمولة عشان أنت تقدر تعمل تنظيم للبيانات بتاعتك خلال إيه خلال الشغل بتاعك تعمل تنظيم للبيانات حلو النقاط زي ما قلت لها عدة مصادر إما مصادر خارجية نحن بنجيب النقاط من رفع مساحي سواء بشكل فيكستا أو بشكل إكسل أو أين كان الجهاز المساحي اللي بيرفع معنا اللي عناصر بتاعته وفي نفس الوقت ممكن أعمل نقاط جوة البرنامج لو أنا جيت هنا يبقى إحنا نقلنا في البرنامج أي نقاط أنا هعملها جوة الرسم أو أستدعيها جوة الرسم هتظهر لي عندي في الpoint والpoint groups دي ما هنتشوف دلوقتي في ال settings بتاعتي أقدر أتحكم في الpoint أقدر أتحكم في الpoint style اللي هو شكل النوطة الpoint label style اللي هو الكتابة بتاعت النوطة في حاجة اسمها الpoint file format ودي اللي أنا رجع لها دلوقتي اللي هي إيه هي ال data اللي جاية لي من برة وإزاي يوصفها للبرنامج ال data عجيلي من برة مثلا عجيلي إحداثيات عبارة عن رقم نقطة والإست والنورس والزد لازم البرنامج يبقى فهم اللي جاية دي عبارة عن إيه عشان يقدر ينزلها في مكانها بشكل صحيح وفي حاجة اسمها description key set أنا حاولنا نعدي عليها برضو وفي الآخر خالص عندنا table style هنا في حاجة لو أنا عملت table للنقاط وده نشوفه برضو في الcommands الأساسية فهي ما مبدأين عشان من نطوش من بعد خليني في البروسبيكتور كيف أنا عنديش حاليا طول ما مفيش نقطة صودة جنب علامة الpoints هنا معنى ذلك إن ما فيش نقاط عندي في الرسم طيب أعمل النقاط إزاي أو أستدعيها إزاي عشان تعمل النقاط من قائمة point تمام كده دايماً ما تجي تفتح أي حاجة هتلاقي إن الpoint هنا مثلاً موجود حيث اسمها point creation tools لو أنت ضغطت عليها بيبتدي يفتح لك بار معين خاص من point creation tools نفس ال data اللي موجودة هنا أو نفس ال options اللي موجودة هي هي نفسها اللي موجودة في القائمة المنسادلة هنا في حاجة برضو عشان من محب القوائم المنسادلة أنا من محب الريبن في ناس من محب القوائم المنسادلة أنا عنديش هنا قائمة منسادلة خاصة من خاصة بالسيف الحالي لكن بقدر أفتحها من مين مجرد ما بضغط على الكونة الصغيرة دي وبظهر هنا اللي حاجة اسمها اللي بتاعت كل حاجة زي ما نشايفين point اللي دي القائمة المنسادلة بتاعته surface للأسطح line والكيرف والبارسل والجريدين والالليمنت دي كل عناصر السفل اللي موجودة غالبا هنا على الحالة اليسارة لها قائمة منسادلة هنا تمام كده فاللي حاببها يا حالة صوري يظهرها أنا صراحة مش بحبها قوي بس هي اللي حاب يظهرها بيضغط هنا أنا في الحالة دي بأقول له hide menu bar عشان كده بختيها لو ضغطت هنا وبقول له show menu bar بيظهر لهاني معي هي نفس ال options اللي موجودة هي هنا هي نفس الهان اللي موجودة فيه اللي موجودة هنا بس في زي ما يقول لكل شيخ هو لطريقة فما في الناس بتحب القائمة المنسادلة أنا صراحة ما بحب هات فخليني ايش كالي نشاهدين عشان تدخل منزحها من المكان طيب فالpoint زي ما احنا شايفين أنا عندي هنا الpoint بقول لي create points miscellaneous يعني ايه بطرق مختلفة والله manual يعني أنا هديلو click وهو هياخد المكان اللي أنا عملته له ده وهيعمل eastern north يعني هتدخله ال data عندنا بال restriction بالstation بال automatic مجموعة طرق كتيرة اللي أنا قادر عمل منها اللي ايه عمل بيها النقطة النقطة نفسها يعني مسلا على سبيل مسلا أنا هعمل manual نقطة يدوية فهو رجل بيسألني هنا location بتاع فبضغطهم أي مكان عشرة طمام كده فبيسألني ايه هي point description طيب فيه هنا فرق اساسي بين النقطة الكاد والنقطة civil النقطة الكاد يقدر نقطة الكاد العادية تقدر تشيل ثلاث معلومات فقط معلومة easting ومعلومة northing ده كده الموقع بتاعها ومعلومة elevation ده كده المنسوب بتاع النقطة يعني النقطة بتاعة الكاد العادية ممكن يبقى فيها easting northing elevation يعني easting northing دول خاصين location بتاعها والelevation اللي هو z ده الخاص بالمنسوب بتاعها أما civil لا انت بتتكلم ان انت ممكن نقطة تعمل فيها ملف تشرح فيها civil كلها في نقطة civil يعني يعني بقدر احط بيانات كتير جدا في نقطة civil على سبيل المثال لو انا برفع في الطبيعة برفع شجرة حلو كده فطبعا الجهاز مساحي بيدين east والنورس والz وبقدر احطول الكود بل في الاجهزة المساحية بيدي لك option تاني انت بتحط تفاصيل اكثر ساعة انا ممكن احط تفاصيل خاصة على سبيل المثال ايه هو نوع الشجرة ايه هي حالة الشجرة ايه هو مسلا حجم القطر بتاع الشجرة ايه هو ارتفاع الشجرة تمام كده يبقى كده اربع مسلا اربع معلومات جداد قادر احطهم في نفس النقطة اللي انا رفعتها بحيث لما بجيب النقطة دي بدخلها في السفل وبعرف له الاربع معطيات دول هو اوتوماتيك بيديني الحاجة دي وبيقدر يزهرها لي اما على الرسم او اما اللي انا لما بستخرج جدتها بيقول لي مباشرة والله ترفعت الشجرة دي كان الاحداثات بتاعها الاستو والنش والزد بتاعتها كذا وكانت حالتها كذا الشجرة دي او عمود نور بترفع العمود ويجلب معها ورقة وقلم تقول والله النقطة رقم مية ده عبارة عن عمود نور ارتفاعه 16 متر نوعه مثلا طيب 2 مكتوب عليه ان اسمه كذا 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 وبكتبها في ورقة وبعدين لما بيروح المكتب بيبتيت يشوف النقطة كذا مية او بقى يكتب في الاسل كله في السفل لا انت مش محتاج وانت بترفع النقطة ما بتنزلها في السفل السفل بيشوفها وبيقدر يزهرها لك على الرسم وبيقدر يعمل لها لك تصنيف وبيقدر يعمل لك كل شيء خاص به يبقى نقطة السفل فيها امكانيات كبيرة جدا عن نقطة من عن نقطة الكادة العادية تمام من ضمن الحاجة اللي هو ابسط شيء وانت بتعمل النقطة فالبرنامج بيسألك تحت بيقول لك point description وصف النقطة دي ايه فانا هسميها test تمام كده sorry test ده الوصف بتاع يقول لي point television ايه طبعا هنا عشان انا بعمل نقطة يعني ما نوال بشكل يادوي فبيقول لي عايز لها منصوب منصوبة مثلا هي 560 وبقول له enter فبالفعل عمل لي نقطة تمام كده ولكن زي ما انتوا شايفين النقطة اللي زهرت عندي هنا مجرد ما نعملت نقطة في points هنا ظهرت النقطة الصودر على الشمال هنا مجرد ما تضغط عليها بيقول لك والله انت عملت نقطة رقمها واحد الاستينج بتاعتها كزا انه احنا ببصينا حتى هنكبر الشاشة دي شوية كده ما ليش بيقول لي الاستينج بتاعتها كزا الاستينج كزا الاستينج ده ادخل للداتا دي زي ده انا ممكن اعمل اعمل او تصنيفات كتير مش موجودة في السبل زي ما نشوف ممكن او ممكن اعدي عليها بشكل سريع ياللي هي يمين التصنيف هنا بيقول لي اللي الرو الوصف السريع بتاعك لو اسمو تست ايه هو الرو ويه الوصف البرق ما بينهم ان الرو ام اتش اختصار ولكن الام اتش دي عبر عن ايه الوصف بتاعي والله الام اتش دي يعني منهول اه 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 او 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 ام اتش ايه حلو كده فطبعا هو مش هيكتب ايه ام اتش في الموقع لكن انا في السيفل بابقى مجهز الام اتش دي تساوي ايه ايه بحيس النقطة دي عبر عن الكتير كمان يعني منهول ايه منهول كهرباء تمام كده يبقى ايه ده الفرق ما بين الرو دي او طبعا انت بتتحكم في الرو دي اللي انت بتكتبه سواء بتكتبه او بتجيبه من بره اما الرو دي تحكم فيه لان انا ما هنفعش اغيره انا ما بينفعش لكن انا قادر اغير الرو ما فيش مشكلة الفول دي اللي بتحكم فيه حاجة اسم description key set وهنبقى نرجع لها ان شاء الله ايه بعد كده تمام في الحالة دي الرو دي بتاعي تست خلاص اوكي تمام تمام طيب انا عايز اظهر بشكل بسيط كده عايز اظهر والله البيانات دي اللي هو اللي هو الال منسوب والرو description بتاعي اللي هو الوصف بتاعي ده تمام بسيط اظهرهم ازاي مجرد ما احنا عملنا نقطة زي ما نشافين الكلمة points هنا ظهرت جابا منها علامة نقطة صدر وفي نفس الوقت عندي في point group هنا لو انا ضغطت علامة ازاي ظهرت لي حاجة اسمها group اسمها all points رغم اللي انا ما عملتش حاجة او انت بتعملها في البرنامج بتنزل في القائمة اسمها all points يعني all points دي قائمة ما ينفعش علاقة لغيها عملت click يمين مش هتلاقي قائمة delete هتلاقي بس delete points انهو تلغي النقاط اللي جواها لكن group نفسها ما ينفعش لغيها لان دي تتعمل automatic من البرنامج دي عبارة عن group بتحفظ لك كل النقاط هنا ابتدي والله انا اولا انا اعيز نقطة تانية احطا هنا بيقول description اي اعسن برضو gr مثلا اعسن اعسن المسال gr وبقول له enter والlevel بتاعها 120 وبقول له enter تمام عملي نقطة تانية لو انا جيت هنا في all points هو اضاف للنقطة دي ونفس الوقت عندي في point ظهرت هنا اه طيب انا اعيز اتحكم في الشكل دلوقتي مبدئيا اعيز اظهر المنسوب بتاعي وعايز اظهر description اللي انا كتبت اظهر الكلام ده ازاي عندك طريقتين اما طريقة manual واما طريقة automatic الطريقة manual اللي انت بتضغط على الحاجة نفسها ويقول control واحد بيظهرتك ال or ال information الخاصة بالعنصر اللي انت اخترت هنا انا اخترت حاجة اسمها coco point اللي هي النوطة اللي انا مختارها الرقم بتاعها واحد بيقول لي والله انت عندك حاجة اسمها style وعندك حاجة اسمها label style point label style يعني الكتابة label style اللي هو الكتابة والstyle اللي هو الشكل اللي انت شايفين اللي هو ال x الحامرة تمام فهو واخد هنا default default بناء على مين على point group اللي هو جواه على point group اللي هو جواه فلو حد بيتي انا اغير اختلف الشكل النوطة دي عن النوطة دي تمام نفس الشي لو انا اخترته هنا والله انا عايز ازهر مين انا عايز ازهر المنسوب وال description او point اهي ادي المنسوب ادي description فازهر لي هنا المنسوب بتاعي كام والوصف بتاعي كام هنزبوط النازل دي بس تحت شوية كده تمام يبقى غيرت اقدرت غير الشكل بتاع النوطة بشكل سريع اقدرت اغير الكتابة اللي موجودة ازهر المنسوب و ازهر description بتاعي النوطة التانية دي انا الشكلة اوكيه عاجبني بس الكتابة انا عايز ازهر حاجة تانية خالص point number وال description وال elevation يبقى كده جاب لي رقم النوطة وجاب لي level بتاعي وجاب لي ايه وجاب لي ال row description بتاعي اولا انا عايز ازهر الاحداثات بتاعتي فأزهرت الاحداثات بتاعتي طبعا الاحداثات دي متغير مجرد ما انا بعمل move للنقطة على سبيل المسال انا اعمل move للنقطة دي في مكان تاني الاحداثات مباشرة بتتغير معايا بناء العنائي على الموف اللي انا عبد تمام كده يبقى اي تغير في النقطة بيتغير مباشرة معنا في الكتابات المصاحبة لها حلو طبعا الكلام ده بعكس نقطة كياد نقطة الكياد هي شكل واحد في الرسمة كلها على سبيل المسال انا هعمل point cad كده تمام هعمل نقطة هنا نقطة تانية هنا وبقول بيتين بيتايب تمام وهغير شكلها الشكل ده واخليها واحد اقول له خريبا واحد كتير همدي point one تمام طيب ادي نقطة الكاد لو انت بتختار نقطة الكاد العادية ما عندكش ال option اللي انت تغير الشكل لكن لو انت دغطت هنا وقالت له والله لا انا عايز اغير الشكل اخليه مسلا دايرة مع ايكس ومجرد بتقول له هو بيغير لك كل ان قتل الرسمة على هذا الاساس اما في civil لا civil تتحكم فيها بشكل يدوي زي ما انت عاوز وتغير النقطة زي ما انت عاوز او ان انت تتحكم بيها بشكل مجموعة بشكل مين بشكل مجموعة طب نتحكم ازاي يعني نبقى ناخد يعني دوقتي احنا عملنا تست سريع كده نزلنا نقطتين هبتدي ألغيهم النقطتين دول وبتدي هعمل استدعاء بسيط لملف خارجي ماشي هنبتدي دي ملف خارجي بسم الله الرحمن الرحيم عندي الpoints دي هنفتع ملف بسيط كده ان شاء الله ملف مين ملف excel بص جماعة الملف الexcel ده بيحتوي على مجموعة حاجات عندي الpoint number وعندي ال easting وال northing والelevation يعني الاحداثيات بتاعت النقطة والاي والpoint number اللي هو الرقم بتاع وعنضيف لها كود بالمرة ماشي فانا عاول له مسلا الكود ده هسميه مسلا عازها بمثال eg enter وعمل له double click حل تمام البرنامج نفسه برنامج الـ 7 3D لما بيجي يستقبل ال data بتاعتي لو انا حبيت استقبل data من خارج فبيجي من قائمة الpoint هنا والpoint creation tools فبيعندي هنا على اليمين خالص اللي بتاعنا يبيقول لي import points او ممكن من قائمة insert هلقى برضو ايه points from file نفس المكان سواء من هنا او من هنا هيديني نفس الwindو ايه الwindو دي نضغط عليها وانا نبتدي نشوف دي وندو بتاعة الخاصة بالimport points اللي هو استطاع النقاط من ملف خريج البرنامج اول حاجة بيقول لك اختار الملف بتاعك البرنامج دائما بيشتغل بنوعين من الملفات يقام ال command limit او الاسموه دوت يعني ما ده حطت هنا مثلا على سبيل المثال ادي التمبليتس اللي هو سوري او اللي هو بيشتغل بيه csv text وما الى زي بيستغل بكزا ايه كزا عنصر من العناصر دي انا عادة بحب التكست ايه هستحب csv المهم من الاتنين هجيب لك نفس النتيجة في الاخر ففي العاية دي انا بستخدم ايه بستخدم التكست باك انت ممكن تعمله csv ممكن تعمل x, y, z سوري على حسب اللي انت بتشتغل بيه تمام طيب البرنامج لما بييجي زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا حاجة اسمها spy point file format ايه هو point file format عشان نبقى بس الامور واضحة بالنسبة زي ما انتوا شايفين عندي حاجة هنا مكتوبة enz comma delimited يعني easting northing z اللي هو television والcomma delimited اللي هو الفاصل ما بين العنصر east والnorth يعني east دلوقتي في الاكسل انا عندي هنا انا عندي هنا نشوف الحالة بتاعتي point number easting northing television وده هيبقى كود تمام كده دي الايه دي الاربع الايه الاربع حالات الايه اللي عندي تمام كده او شري خمس معلومات عندي ده يمثل ايه هنا في البرنامج لو انا نزلت كده هبتدي ايشو اهو انا عندي هنا الbenz دي طيب ولكن هنا يبقى لي space delimited ايه هي الspace delimited وايه هي الكامة delimited يعني نفس المسمى الbenz دي ونفس الشيء هنا ولكن هنا مرة space ومرة الكامة ده اللي هو الفاصل ما بين الكتابة والتانية دلوقتي انا هسترعي على سبيل المسال ملف تيكست فهكتب له رقم واحد رقم واحد وبعدين هكتب له listing والnorting والelevation هو البرنامج هاي فهم منين الفاصل ما بين الواحد وما بين الايستنج او ما بين الايستنج وما بين النورسنج ككتابة لو انا حطيتهم كلهم جنب بعض هو مش هاي فهمها فلازم يكون فيه فاصل معين ما بين هنا وبين هنا الفاصل ده اما يكون space ما بين الحاجة والتانية او يكون كما ففي الحالة دي انا هعملها كما انا برضو من محبي الكما سامحوني معلش بقول له equal وبستخدم معادلة بسيطة جدا اسمها كونكاتينيت اسمها ايه كونكاتينيت انت مجالبا بتكتب كلمة كونك هي بتظهر معاك كلمة كونكاتينيت تضغط عليها double click وبتضغط على كلمة fx تظهر لك انوانتو بسيطة الحلوة دي كل ما هناك ان انا باختر له والله انا اعايز الاول هي الفكرة كونكاتينيت انها بتجمع لك مجموعة values او قيم مجموعة خلايا جمع لك في خلاية واحدة فبالحالة دي انا اعايز اجمع القيم اللي موجودة في الخمس اعمدة دول في خلاية واحدة فبقول له والله اول قيمة في العمود الاول اللي هي القيمة دي وبعدين الفاصل ما بين القيمة اللي في الاول العمود والقيمة اللي في العمود التاني ألحظ إذا بنت عايزها space أو كما هو البرنامج بيئي باللتين في الحالة دي أنا بحب الكما اللي هي حرف الواو بتاعنا بتاع العربي والذي طبعاً تقولون إيه الإنجليش زي كده اللي هي عمود إيه الكما وبعدين بنزل في السطر اللي بعده بقوله والله أنا عايز الـ Easting هنزل في السطر اللي بعده بقوله الكما السطر اللي بعده بقوله الـ Northing تمام وبقوله بعدين الكما وبعدين الـ Elevation وبعدين الكما وآخر عمود خالص اللي هو مين الكود وبقوله Enter نشوف نتج المعادلة دي عبارة عن إيه زي من شايفين أول رقم وبعدين الكما وبعدين الـ Easting كلها كما النورسين كلها كما وبعدين الـ Elevation كما الـ EG يبقى كده أنا عرفت العنصر بتاعي اللي طالع عبارة عن B, E, N, Z, D طب أنا فهمت منين الـ B, E, N, Z, D أو عرفتها من البرنامج المينين نشوف كده الـ Point File Format بتتعامل إزاي أو إزاي تقدر تعدله مجرد ما بتختاره اللي انت عايزه تعاقل من علامة زي من شايفين دايما علامة الرصاص اللي موجودة في برنامج السيفل بشكل عام معناها ان انت تعمل Edit للعنصر ده تعمل Edit للعنصر علامة الرصاص الألم الرصاص اللي موجودة دي مجرد ما بتضغط عليها أنا بشوف العنصر اللي أنا عندي عبارة عن إيه أربع أو سوريا خمس معلومات Point, East, North, Z, D لأن في نفس D بيبقى معكوسة بس اللي هي Point North, East لازم تخبرك انت جاي بالData بتاعتك شغلها إيه هل هي East, North أو North, East طيب برضو أنا ما فهمتش الحروف دي عبر عن إيه اختار أي واحدة وتقول له modify زي من شايفين هو اختار هنا P, E, N, Z, D قال لي والله P دي تسمى أو الاعتبار بتاعها أو الاختصار بتاعها اللي هي Point Number اللي هو S رقم النقط الرقم النقط تمام كده وبعدين l-E اللي هي East ال-N اللي هي North وبعدين l-Z اللي هي Point Elevation تمام كده وبعدين l-D اللي هو ال-Row Description طب هل فيه أنا ممكن لحط بلداتة زيادة طبعا انت عنده زي ما تشايفين عمدة فاضية كثيرة هي تمام كده كل دي كده عمدة فاضية مجرد ما انت بتضغط على العمود بيجيب لك list عناصر ممكن تضفها أنا عايز أعمل full description عايز أعمل grade listing عايز أضيف longitude latitude عايز أضيف values اي value انت عايز تضفها او اي بينات زيادة انت عايز تجيبها وتقدر تحطها اي تقدر تحطها هنا حتى لو الحاجة اللي انت جايبها على سبيل المسال زي ما نشوف ان شاء الله الحاجة اللي انت جايبها مش موجودة هنا لا تقدر تضيف عنصر جديد في القائمة دي وتبتدي تتعامل معنا ففي الحالة دي انا هاخد العنصر الاساسي اللي هو Point Number Easting Northing Elevation Go يبقى لازم اتأكد ان العنصر بتاعي او ال data بتاعتي نفس الترتيب بتاعها هنا نفس الترتيب اللي انا اختاره هنا وزي من شوفته هو Delimited by يعني ايه الفاصل اللي ما بين النقطة والتانية او صور الكتابة والتانية هنا محدود الكاما دي لو انت حبيد تغير غير اي حاجة هنا على سبيل المسال انا عملتها كده هنا بس لازم تخلي نفسها تبقى موجودة هنا انا حاجة هنا مثلا على سبيل المسال اللي اعمل دي اخليها كده تمام كده ولو اغطي enter يبقى ده كده الفاصل ما بين هنا وما بين هنا يبقى نفس الفاصل اللي انت بتختاره نحن دي ارجعت انك اما معلش استأذنكم نفس الفاصل اللي هتختاره هنا هو نفس الفاصل اللي لازم تكتبهوله فين تكتبهوله في الحتة دي اللي موجودة هنا تمام ده كده حاجة من الحاجات الالي موجودة في البرنامج احنا ما غيرناهاش بس حبينا نشوف ايه المعطائق بتاعتي على سبيل المسال لو انت حبيت تبص نصلا في الانزد تضغط ايه وتقول الوضفاي فبقى لك الpoint east north elevation تمام لو حبيت تغير الترتيب بتاعهم كل ما قالك انت بتسحب تضغط على الحاجة وتسحب ايه زي ما تشوفين في علامة ايد هنا بتسحب ايه الحاجة بتاعتك من مكان ايه من مكان طيب هعمل double click هنا طبعا انت عملت المعطلة في اول ساطر مجربة بتجي على ال corner تحت على اليمين تعمل double click بيعمل لك copy للمعطلة على كامل ايه على كامل الملف تمام فبقول له هنا copy ctrl c وعمل ملف ملف كده سريع على desktop ملف ملف تيكست بقول له انا عايز اعمل ملف تيكست واسمي points تمام وفتح هنا صديق بقول له ctrl v يبقى ده كده الملف بتاع عبارة عن point east north z code وبقى في الملف وبقول له save تمام وبرجعتين البرنامج الى هنا بقول له import point from file تمام شوفوا بقى الجزئيل هنا زي من شايفين هو كاتب لك filtering off يعني مفيش filter حاليا الفلتر ده بيجي منين هو لما انت بتختاره الملف بيشوف الفاصل اللي موجود ما بين الكتابة والتانية عبارة عن coma ولا space ولو لقها كما فبيشيل لك من هنا كل ما هو space لان ما بقتش هي الحالة اللي انت ما اختارها هوريا يعني زي من شايفين هنا عندي هنا كما وعندي هنا space مجرد ما بقى اختار الملف بقول له add وانا عدس كتوب بقول له points وبقول له open مباشرة والتاني عبارة عن كما فكده ما فيش داعي ان هو يحط لك space عشان ما يلغبطك بالformat الكتير اللي هنا كل ما هناك بتدور على المناسب معاك لانا زي من شايفين كل ما انا هختار هنا بيجيب لك الفورمات هو زي من شايفين كاتب هنا رأس القائمة عبارة عن ايه او رأس العمود عبارة عن ايه النقلات العبارة هنا ده نورث لكن فعليا لا ده هنا نورث نورث تمام كده ولكن هو البرنامج عنده كذا format انت بتختار المناسب للبيانات بتاع في الحالة دي احنا مختارين اللي هي point east north z اللي هي point number east north z طيب يختلط على بعض الناس امر معين اللي هو انا عندي هنا كم نقطة تقريبا 3000 800 على ما تذكر او 3989 يجي بص هنا يلاقي بس 20 نقطة الموجودين هنا 20 نقطة فقط طب فين بقيت النقاط يا جماعة لا يبقى كده في حاجة غلط لا هي ما فيش حاجة غلط ولا حاجة هو هنا عمل لك preview عرض لأول 20 data موجودة مع الملف بيعمل لك عرض عشان تتأكد بس البيانات بتاعتك صحيح ولا تمام كده بيعمل لك عرض الاول 20 data موجودة معك الملف اما هو لما هعمل ادراك بيعمل لك ملف كل بيدرج لك الملف كل مفيش اي مشكلة تمام طيب هنا بيقول add points to point group حالين مفيش عندي غير all points فانا هنزل زي ما هي مش عايز اعمل point group جديدة بيقول add point to point group في حالة لو انا بعمل insert للنقاط او استدعاء للنقاط وعايز اعملها في group معينة اما بختار group لو هو موجود في list هنا او انني بعمل group جديدة بمقرر بضغط هنا ببتدي اعمل group جديدة بس في الحالة دي انا مش عايز اعمل group انا هعمل استدعاء للنقاط كما هي طبعا الadvanced option دي حاليا مش هنعمل لها اي انتبارات لان هي مش شغالها معنا دلوقتي حاليا احنا بنستدعي ملف بسيط مفوش اي تفاصيل كتير يبقى انا استدعي الملف اخترت الملف مع desktop اخترت الفورمات الصحيح بتاع اللي هو ب ZD وهو بنتظر لحظات بناء على حجم الملفات اللي موجودة معاك كل ملف civil ممكن يشيل معاك لغاية 4 مليون نقطة طبعا لو وصل 4 مليون نقطة الدنيا كلها بتبقى اي لا دلوقتي دي ان الخط بتاعتي زي ما انتو شايفين هم عايزين نعرف كيفية التعامل مع العناصر السيفل بشكل عام بشكل بسيط في حاجة اللي هي السكيل اللي موجود تحت هنا ايه هو قيمة السكيل او سوري السكيل ده ايه السكيل ده اي عنصر من العناصر السيفل قابل ان هو الكتابة بتاعته والحجم بتاعه يكبر ويصغر بناء على السكيل ده لو انت كبرت السكيل بيكبر صغرت السكيل بيصغر معاك ففي الحلقة دي انا مش شايف النقاط بتاع النقاط بدأ يظهر بشكل اكبر في نفس الوقت انا عايز على سبيل ونسال اظهر المناسيب فقط اظهر المناسيب ازاي لو انا اخترت كلهم كده تمام وقلت له كنترول واحد اقدر انا 3989 نقطة طول اقدر اعدلهم السكيل سوري او بس بيعمل بسم الله الرحمن الرحيم اقدر اغير لهم السكيل بتاعهم من هنا ولكن لما بناستخدم احنا بقى السيفل بشكل احترافي شوية لأ احنا بنتعامل من خلال الجروب من خلال الجروب كل ما هنالك لو انا اضغطت على الجروب ده كليك يمين وقلت له انا عايزة اشوف البرنامج بتاع الجروب دي فهو البرنامج بيقول لك والله انت عندك الpoint style والpoint label style الخاصة بالنقاط اللي موجودة جوه الجروب ده طبعا الجروب ده ما زي ما شاكين هنا ما ينفعش اغير اسم لان الجروب ده default من البرنامج تمام كده ما ينفعش اغير اسم كل ما هنالك انا اقدر اغير ايه هي الشكل النقطة بتاعته وايه هي شكل الكتابة اللي مرتبطة بالنقطة دي تمام كده في الحالة دي ال basic ده اللي هو الشكل الex اللي موجودة والكتابة انا عايزة ازهر اللي هو المنسوب فقط وبقول له اوكي كده هيزهر لي المنسوب بتاع كل النقاط اللي موجودة معايا في الرسم زي ما انتوا شايفين لو هنالك زوم ان هلاقي ان الكتابة ظهرت جنب المين جنب جنب الكتابة بتاعتي سويا جنب النقطة بتاعتي ظهرت الكتابة بتاعتي تمام وفي نفس الوقت لو انا صغير لقيت ان الكتابة كبيرة مجرد ما بتغير الاسكيل الاسكيل اقل الكتابة بتبتدي تصغر معايا طبعا كل ما بتظهر النقاط على التوير على الرسم كل ما بيبتدي يتقل معاك وهذا بواحد فيفضل انت دائما انما بتعمل مرحلة تخلص مرحلة مثلا عن سبيل النساء انا عملت ادراج للنقاط ولقيت ان الامور ماشية تمام وكده كل ما هنالك اي عنصر من عناصر السفل وده حلو في السفل ان انت ممكن تخفيه من على الرسم ولكن هو موجود جوه اللي حتى عثم انا بعملوش يعني مثلا عن سبيل النساء نزلت هنا 3,900 نقطة ببقى دول عمل تلك يمين وبقول له Profiles اللي هي الpoint group بتاعتي وباجي والله بيقول لي الpoint style اللي هو شكل النقطة بتاعتك عايزه ايه ففي الحلقة دي باختره من السفل بقول له none انا مش عايز شكل النقطة تمام في نفس الوقت بقول لي طب ال label style الكتابة اقول له none انا مش عايز كتابة وبقول له اوكي هنشوف ان النقاط بتاعتنا اختفت منها على الرسم تماما هل كده احنا اتلغت النقاط لا كل ما هنالك اللي انا سيما يقول افلنا النقاط طب هل كده انا غيرت حاجة في الليرات او افلت layer او فتحت layer لا برنامج السفل ما بيتعملش لحد كبير ما بيتعملش بال layers بيتعمل بال style يعني انت لو بصيت في layers اتلاقي كل layers مفتوحة ما فيش اي مشكلة فيه كلها مفتوحة ولا layer اتقفلت ولكن هو عمل كل ما هنالك هو style او عنصر او صور يعني الشكل بتاع النقطة انا قفلته وقدر اتحكم فقفل وفتحه من المكان الاساسي بتاعه في الpoint من في الpoint group في الحلقة دي الحلقة دي انا عايز اظهر الpoint group برجع تاني في ال properties بقول له والله اظهر لي الشكل بتاع النقطة عبارة عن حاجة اسمها فنشو مارك مثلا والكتابات مش عايز كتابات بقول له بيبتدي تظهرها لي تاني عن الرسم زي ما انو شايفين يعني طبعا في اللندن لازم بتعمل خطوات عشان تجيل من الكتابة عن الرسم يعني خطوات كتير قوي لكن الحمد لله في السفل ما فيش الكلام ده في السفل في اللحظات تقدر تشير وتضيف يعني تخفي وتظهر النقاط بشكل سهل وبسيط جدا فهي عملية الاخباء هنا او عملية تغيير من ستايل للتاني هو هنا انا ما بعملش دي لك العنصر من الرسم لا انا كل ما هونالك بشينه بس من وجوده على الرسم ولكن هو موجود في الاتابيز او القاعدة البيانات اللي موجودة في الملف نفسه برضو من الحاجات الحلوة اللي موجودة في السفل هونش موجودة طبعا في اللند زمان اللند كان دايما بيبقى لازم معاه فولدر فولدر دي في الدياتا بتاعته الاساسية الpoints وإلى ذلك أي عنصر مرتبط باللوحة بتاعته اما السفل لما نعمل للوحة السفل هي اللوحة السفل مش مرتبطة بأي حاجة غريجية فيما عادة بس قيمة سيرفي لو انا بشتغل في قيمة سيرفي غير كده برنامج السفل الملف نفسه بيحمل بكل الداتا بتاعته يعني انت لما بتيجي تعمل الملف السفل بتاخد ملف السفل بتدي للجهة اللي انت عايز تعمل بتاعه بيلاقي كل التفاصيل جوه سواء النقاط اسطح بينات كل شيء بيبقى موجود جوه ملف السفل كملف لوحة لوحة تمام كده ففي الحالة دي زي ما احنا عملنا ادراك للنقاط والنقاط دي نقدر نخفيها او نزرها بناء على الستايلات او الاي الستايلات اللي هي الخاصة في الشكل اللي هي الpoint style او في الpoint label style في حاجة بسيطة بس نحب ان نوجه عناية حضراتكم لها ان احنا ممكن نغير زي ما قلنا نغير العملية بشكل اوتوماتيك على سبيل المسال انا اخترت الاربع لونها كزا طب لو انا جيت غيرت بقول طلو الان الpoint style عايز اغير الشكل من اللون الازل ده مسلا عاد سبيل المسال هاختار حاجة اسمها كاتشو بيبقى لونها مسلا اغضر وبقول اوكي هنلاقي ان كل النقاط اختلفت شكلها مفيش مشكلة فيما عادة المجموعة اللي انا اخترتها دي ليه لان المجموعة دي يا جماعة بقت مدام انا عملت الحاجة بشكل اوتوماتيك مش هتتغير الى لما بيكون بشكل اوتوماتيك طب انا عايز ارجعهم تاني بحيس يبقوا كلهم واحد او كلهم متبعين بحيس لو انا غيرت يتغير بكل نفس الشكل يبقاش مجموعة ومجموعة يبقى كل ما هنالك فولت يبقى هو هيتتبع مباشرة اللي موجود في الpoint group بتاعته او الحل التاني والحل ده على فكرة في الامتحان بتاع auto disk اللي انت بتيجي في قيمة الall points نفسها وبتقول له هنا البروبرس بتاعته وبتيجي هنا في حاجة اسمها الoverrides 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 دي اللي انت بتقول له تخطى اي شي معمول بشكل اي حاج انا عايز الستايل هنا يكون حاجة اسمها بنشو ماركت لو اللونها ازرق دي تمام كده وبقول له اوكي هتلاقوا كله اختلف بقى ازرق رغم ان المجموعة دي مختارين هاي لو انا عملت حتى عليها control واحد انا مختارها هنا بقى لونها ازرق بس هو البرنامج عطاها الديفولت بتاعها بناء ان اللي انا عملتله حاجة اسمها الoverride مجرد ما انا هشيل هنا وبقول له اوكي ترجع كل حاجة زي ما كان دول هيبوا واخدين البنش مارك بتاعيتها ودي واخدين الحاجات ان انا عملتها بشكل يادوي تمام كده يبقى لو انت عندك حاجة واخد حاجات بشكل يادوي ممكن تعلم عليهم كلهم وتقول اللي والله انا عايز اعملها بشكل او لو انت هما منتشرين في الرسمة ومش عايز تتعب نفسك يبقى مباشرطة بتيجي على الpoint group وبتيجي على الoverride هنا وبتعلم هنا يبقى هنا العنصر اللي انت هتختاره او الشكل اللي انت هتختاره هنا هيتعمم على الكل ايا كان التانيين دول واخدين عنصر بشكل ايه او من غير شكل ايه بشكل ايه تمام كده اتمنى كده غير الامور كده توقى واضحة وصلي احنا كده اعملنا ادراك بالنقاط بشكل وسيط وسهل نفس الوقت لو سريعا كده هم بص ايه ايه فكرة الستايلات لو انا جيت في الpoint زي ما قلنا اي علامة رصاص يبقى انت بتعمل ايه بتعمل عملية تغيير او تعديل في الستايل اللي موجود لو فتحت هنا في الستاعة جيت create new يعني انا هعمل استايل جديد copy current selection يبقى انا هعمل copy من الستايل اللي موجود وابتدي اعدل فيه edit current selection يبقى انا هعمل تعديل يلي موجود وهنا big from drawing على سبيل المساعد تمام ففي الحالة دي لأنا عايز اعمل edit طب يقول لي دي قيمة edit بتاعت مثلا العنصر ده كل العنصر والتاني بيختلف عن بعض قيمة edit بتاعته خاصة في اللي هو object style يعني شكل النقطة مش هيبقى شكل الخط يعني النقطة لها اشكال معينة الخط شكل معين اما الكتابات window بتاعتهم كلهم بشبه واحد فلو انت احترافت احترافا style بتاعت النقاط بتاعت الكتابات ده عنصر واحد كانت احترافت كل العنصر وزي ما عنصر ان شاء الله في خلق ايه الدروس اللي جاي يبقى دلوقتي لو انا حبيت الاول انا باخد point style يعني point شكل النقطة ايه شكل النقطة نفسها ايه تمام يقول اللي هو الشكل بتاعك اللي هو مختاره لك هو حالي ان الراجل عمل لك الشكل ده انت ممكن اما تغيره تخليه بشكل النقطة اللي موجودة عادية او بتعمل شكل مناسب من الاشكال اللي موجودة قدام منك دي مثلا على سبيل المثال او انك بتعمل block اي ان كان شكله ايه وبتختار له block من هنا وده بينفع جدا في حيات لو انا بعمل رفع مساحي لمشروع وعندي legend معين انا مرتبط دي legend ده يقول لو هو انت رفعت الشجرة يبقى تحطيلي الشكل ده او simple ده لو انت رفعت مثلا منهل تحطيلي simple ده وهكذا كيف في ساعتها انا بعمل simple بشكل block وبنزلها في الرسمة الرسمة على اي موجود في الليستة دي ساعتها قادر اختار منه يبقى ده الشكل اللي انت هتختاره لشكل النقطة بتاعتي تمام كده يبقى مجرد ما انا بعمل block عادي وبجيبه هنا بيجي معايا وشارة وببتدي اشتغل به واختر ايه كشكل نقطة حلو عندي هنا النقطة دي نفسها منصوبها ايه الفضل ان انت بتاخد use point elevation الdisplay هنا اللير اللي موجودة بناء على مين على الرسم بس اخدو بالكم في حاجة عشان بتظهر مع ناس كتير قوي دايما في العادي يقول لك انت بتشوك النقطة دي فين في الحالة دي احنا شايفنا في وضع البلان اللي هو من الطب هنا في وضع البلان في وضع تالي انا ممكن اشوفه اللي هو في section والله لو اعملت نقطة وازهرتها في section هتظهر لي بالشكل ده او باللون ده لو انا اظهرتها على profile هتظهر لي باللون ده لو انا اظهرتها على الموديل هو اساسا الفيزيبل يقفول هنا يعني الموديل الموديل ده اللي انا بشوف الحاجة بشكل ثلاثي ابعاد جوه الرسم مجرد ما انا بحول الشكل بتاعي هنا لثلاثي ابعاد يعني انا هنا شايف لانا في وضع ال plan دل وات تمام لو انا جيت وتغطت في الزاوية هنا بتاع نظيف بتاعنا ده مجرد ما تغطت في الزاوية انا بجيب الشكل من ثلاثي ابعاد زي ما انش شايفين النقط اختفت رغم مفهود النقط موجودة ولكن اللي انا مختاره ما بيين ان النقاط بتاعتي في حالة ان هي لو في الموديل ما بتبانش نفس حكاية الكتابات اللي موجودة ما مغانيتش طب انا هغير هنا وبقول له لا انا عايز في الموديل بيين لي الماركر وبين اللي بيين او بيين لي الماركر حاليا وبقول او النقاط ظهرت معي وما فيهش كتابات يعني مسلا لو انا جدا عملت طب تاني تمام وبالف فعل كده مالفوف معنا ماشا اول الجهاز تقيل سينا بس عشان اخضر تسجيل اللي شغل سامح او كده حتى ممكن نلغي شوية نقاط من اللي موجودين بسم الله طيب انا اقولت عملية الالغاء النقاط لو انت اخترتها من على الرسم وقلت له delete بتتلغى او قلت له erase بتتلغى تمام كده فخطو باركو دايما من الجزئية دي ان الاوامر العادية اللي في الواتوكاب بتشتغل معاك سواء وعملية الالغاء بالdelete او كل ده شغل معا تمام كده فلو انت لغيت اي حاجة اي عنصر سيف اللغيت ومن على الرسم زي ما احنا مسلا عاملين كده وقلت له delete دغط على delete او على عمر erase بيتشل من عندك هنا حلو كده ولكن لو انت قفلت الستيلات هنا هو بيتشل من عندك في الرسم ولكن موجود هنا عندك في الاتنين لو انت اخترت العنصر زي ما اخترته مثلا وقلت له delete كده العنصر تشل من عندك من الرسم وتشل من عندك زي ما نسميه هنا مسلا ايه في قاعدة البيانات بتاعت الملف بتاعتك واخد بالك لان انا شلته فعلية من على الرسم لكن لو انا عايز اشيله من على الرسم فقط واخليه زي ما هو موجود هنا يبكليك يمين وابتدي اعدل بتاعت وقول له عملها لي none ونون او في في الحلقة دي في الحلقة الشكل النقطة مجرد ما انا بضغط هنا في في الزاوية كده مثلا المفوض بيجيب لي الشكل بشكل ثلاثي ابعاد تمام لاحظة زي ما نشافين النقاط لان انا انا قلت له بيين للمركر فقط وشلي الكتابات فهو بيين لي دلوقتي النقطة ومش بيين لمين ومش بيين للمركر بتاعت يبعا هاجعتيني الpoint مجرد ما قلت له اوكي زي ما انتوا شايفين زهرت معنا مين زهرت معنا الكتابات حتى انا انا في ده اللي هو خاص مين من الpoint style اللي هو الكتابات برضو انا انا اطلو edit تحديل بيجيب لي برضو اول ويندو دي اللي هي الinformation بيقول لي والله الstyle بتاعك ده اسم اللي عمل شركة في السنة الفلانية وعدلته في السنة الفلانية لو انت حبيت بتغير المسمعات دي زي ما انت عاوز ويفضل طبعا في العادي لو انت بتشتغل على السبل كتير يفضل انت لما تيجي تعمل style سواء حتى style بتاعك او style طبع في الحالة دي ممكن تغير الاسم انت انا 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 وفي نفس الوقت حاول ما تحتفظ حتى لو انا ما غيرتش حاجة في الاساسي بتاع البرنامج زي كده انا مش هتغير مثلا في حاجة انا غيرت بس ان هو create بواي تمام برضو متحتفظ بنفس المسمى الاساسي حاول تغير في حاجة لان انت لو انت على سبيل المسال لو انت فتحت ملف جديد وحبيت استدعي الملف style بتاعتك من ملف تاني بقى انت عارف ان استدعيت نفس المسمى فهو بيعمل فانت ممكن يختلط عليك الامر هلا هو استدعهم ولا لا ولكن لو انا مسلا على سبيل المسال اعمل H وDash خلاص يبقى انا اختفظت المسمى بتاعه حيث لو انا استدعيته في اي ملف جديد هيبقى عندي بتاعت البرنامج الاساسية وعندي اللي اللي هي بتاعتي انا اللي انا ممكن يكون عديلت فيها حاجة او ما يلزل تمام كده يبقى انا احتفظت بالاسطيلات الاساسية جوه الملف واحتفظت جمان بالاسطيلات اللي انا جايبها فدائما نحاول تعمل تغيير بسيط حتى احط H او اي كان التغيير بحيث يبقى انت عارف لما تريد تعمل استدعاء ايه هو الاسطيل الاساسي بتاع البرنامج الموجود في الملف او ايه هو الاسطيل اللي انت عدم تاني قيمة هنا هي قيمة الجنرال معلومات عامة عن الكتابات نفسها تالت حاجة هنا هي الكتابات نفسها الكتابة بتاعتنا نفسها وهنا زي من شايفين الكمبوننط بتاعتنا عبارة عن point television طبعا هي المفروض فيها تفصيل كبيرة عملية النقاط ان شاء الله بالتفصيل في المحاضرة الجي اللي احنا قاربنا او شرفنا على الانتهاء الاسطيلات هنبتدي بيها ان شاء الله المرة جي عشان تفهموها تمام اسطيلات النقاط احنا بس كل ما هنا لك كلمنا عن النقاط بشكل عام وعملية ادراجها الpoint format بتاعتها وما الى والpoint ساعة نعد البردو سايلات سريعا في الفيديو القادم لان اكبر أساسيين لازم تأخذين منهم اللي النقاط والأسطح بحيث محاضرتين دول الأساسيين وبعدين البقين دول كل حاجة تاخد محاضرة فيها تفاصيل ان شاء الله كبيرة عن الموضوع بتاعها اتمنى الغد كده الامور تكون سهلة وبسيطة بالنسبة وليكن معنا جديد يارب نكون وفقنا لحد ما في إصالة المعلومة بالنسبة لك والناس القديمة بتاعتنا سأخذنا ان احنا عندين تفاصيل كتير طبعا احنا عندنا في الكورس بتاعنا في تفاصيل كتير جدا بس زي ما قلنا في حاجات احنا بنقول هنا ونحاول نخلي حاجة برضو هنا عشان نجيب رجل في المحاضرة اللي جاية بإذن الله سيكون بقى نتكلم عن النقاط في الأول بعدين نخش في الأسطح وإيه هالتريكس اللي ناخد بنا كويس جدا فيها في الأسطح ونتعامل معها بشكل كويس جدا وإيه هو المفوض تعمله وإيه يعني هتبقى في محاضرة غذيرة ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هي بتاعت كاملة والأسطح اللي عنده سؤال سريعا في الخطة ده هل نسأل المستعدين لمدة 10 دقيق أو 5 دقيق مفوض مفوض ببص على الشهاد تفتاح كده ولا إيه اللي عاوز حضرتك يسأل أي سؤال الفوض يعمل رئيس حان الفائد البوينت نيم بوس البوينت البي فور نمبر مش فور نيم لأن فيه فرق ما بين عملية insert للنمبر وللنيم بالذات في الأصدارات القديمة ايه هو الفرق النمبر النمبر بيبقى رقم بس اللي هو رقم نقطة يعني مثلا على سبيل المثال احنا بصينا هنا في الجزء بتاعنا هنا هنا أنا عندي البوينت نمبر عبارة عن رقم بس لكن أحيانا على سبيل المثال بيجي لي مثلا النقطة اسمها A1 A2 A3 فلونا اخترت في البرنامج عندي هنا عاملية الإدراج لونا اقولت له هنا insert تمام على سبيل المثال واخترت مثلا الpoint BNZD بتاعتنا دي اللي هي الكامعة أي أن كان المصطلح اللي هو وجود هنا ايه اللي هو BNZD ANZD الكامعة هنا هو هنا بيشوف الpoint نمبر بس فلو جات لنقطة اسمها A1 أو 2 البرنامج في الإصدارات الحديثة مش هينزلها لي في الرسمة كان في الإصدارات القديمة ما بيشوفش الملف اساسي بالذات لو النقطة دي موجودة في أول 20 نقطة فما بيشوفش الملف اساسي لكن الملف ده كل ربط ده أو الملف ده خاطئ تمام كده لكن في الإصدارات الحديثة البرنامج بينزل النقاط ولكن النقطة اللي واخد name ما بتنزلش ففي الحالة دي لو أنا عندي النقاط بتاعتي بيضغط عليها وبقول له لا والله أنا عايز point name point name ساعتها هو بيستقبل ال data بتاعت ما فيش مشكلة ولكن البرنامج بيدي ترقيم من عنده البرنامج بيدي ترقيم من عنده تمام كده يعني على سبيل المثال النقاط اللي أنا نازلتها دلوقتي واخد ترتيب يعني أنا دلوقتي غيرت هنا هسميه هشام يعني عارفين الندال المختلف تمام وحاخد نقطة رقمها كان 3988 حل وانا هسمي النقاط دي كلها مثلا A1 A2 تمام على سبيل المثال كده أنا هاقل بس مجموعة مش كتير هاقل ctrl c وهاجي مباشرة على تمام ctrl a ctrl v وبقول له ملف save حل لو أنا جيت هنا ولطول import point from file تمام وجيت هنا اخترت الفايل بتاعي اللي هو points ده وطوله open تمام زي ما شافين هو شاف ان هي عبارة عن name وشاف ان هي حروق لان انا غيرت بالفعل بس زي ما شاف ين لغالي بقيت الارقام كلها او بقيت الانواع كلها لان هو العمود الاول بالنسبة له دايما number والمواصفات التانية كلها دايما بيبص في اول عمود حتى لو انت north least z هو بيبص على رقم ولكن هو شاف هنا ايه حروف فساعتها جاب لك الحل الوحيد اللي تنفع معاك اللي انا اخترتها لكن لو انا عدلت دي مثلا الpoint b en z دي وهنا سمتها شام دي وارجع دي هخليها ما عندوهوش لانهو شايف اول data عبرها عن حروب فهو ما عندوهوش البرنامج الحكاية دي البرنامج ما عندوهوش ان هو يشوف حروب الstandard بتاعه عشان كده انا بعدل الجزئي دي كل ما هنالك انا بقى دخول من هنا وبقول له والله المصطلح بتاعي بدل ما هو point number بخليه point name تمام كده وبقول له اوكي اوكي ونفس الوقت هو بيتجهل تماما الترقيم اللي انا عملهوله وبيبتدي هو يعمل ترقيم بناء على مين اخر نقطة عندي هنا 3988 مثلا هيبتدي رقم من ايه من بعد تمام كده ومقرد بقول له هيك 1389 تقريبا وبقول له اوكي هيبتدي زي ما نشايفين لو احنا نزلنا تحت خالص هيبتدي عطينا ترقيم جديدة هو تمام اللي هي النقاط بداعتنا اللي هي بتداء من اين زي ما شايفين فيه عمود هنا اسمه عمود النام تمام كده يبقى الحاجات اللي انا جاتلي اللي هي النام ودي النمبر اخدني من اللي نمو كان 3990 هنا وبعد 3991 92 وهكذا ولكن اسمه عمود point a point name ده الفرق في حالة لو انا ايه عندي حاجة point number والpoint name كل ما هنالك انا بس بغير الpoint الformat بتاعتي ونفس الوقت ان شاء الله في الدرس الجاي انا اشتراح هنا الpoint file format انا نزود برضو فيها جزئية طيب في درس تاني اصري سؤال تاني خاص ايه هو الفرق ما بين الكاما والspace انا نشوفه محادثة على السابل ده ما فيش مشكلة اصري عن excel الكاما اللي هي اللي زي ما هونا حرف الواو اللي احنا عملناه هنا انا احنا عملنا هنا حرف مين حرف الواو دي الكاما اما space انا انا احط space بتاعت الكي بورد اللي زرار الكبير لتحت انه تبقى فاضي زي ما نشايفين جده space تمام كده وبقول له اوكي زي ما نشايفين بقت فيه فاضي فراغ ما بين الهنا وما بين هنا لازم يكون فيه حاجة فاصلة ما بين هنا وما بين هنا ده الفرق ما بين الكاما وما بين space ان الكاما اللي انا هحط كاما زي ما نشايفينها كده اما space اللي انا بحط مسافة فعلية بتاعت مين بتاعت الكي بورد بتاعتنا وبنفس الوقت البرنامج بيقدر يستقبلها ما فيش مشكلة ايه تاني يا ربي اسم الى الرحمن الرحيم بعض اللوح المصممة على اصدار زي اه سوري سيفت زي وزي بعيدة البرامج بشكل عام لتو ديسك ان هي التحديث الجديد ما بقاشي اشتهها لقديم فعليا من اول 2017 لو انت فتحت عملت شغل على اصدار 2017 في السيفل بيفتح على 2016 وما الى ذلك وما تحت 2016 ولكن عناصر السيفل ما بتدرش تتحكم فيها وابتدرش تغييرها اما اصدار 2018 فما بيفتحش اساسا كسيفل ما بيفتحش اساسا على اي عناصر قديمة وللأسف ما فيش عملية ان انت توصل اصدارات حديثة لازدارات اقل الا انت بتعمل اكستراكت للداتا بتاعتك بشكل معين ممكن ان بنتكلم عنها حتى دي للداتا الاساسية بتاعتك ودرجع تعيد الشغل هناك في الازدارات الاقل بمعنى انا مثلا عملت وعملت 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 كل شيء في اصدار 2018 وحابب ان انا افتحه في 2013 او 2014 او حد 2017 للأسف مش هيفتح هيفتح معك في حالة لو هي عناصر كانت تقدر تفتح او لو انت مصداره بشكل DXF يفتح او منصداره DDWG يفتح ولكن عناصر السيفل مش هتقدر تتحكم فيها طب في الحالة دي اه هتقدر تعمل ايه هتقدر ساعتها تعمل استخراج لملفات الصورة العناصر معينة اللي هي بالزبط كده لو انت كده عملت عملية Output هتلاقي حاجة هنا اسمها ExportXMLLand هي دي العناصر زي ما انت شايف كده دي العناصر اللي هتقدر تستخرجها من عندك وغلابا برضو الكوردور ما بيطلعش مشكلة فعلي مثلا هنا ما فيش قطعات فلالأسف انت هترجع تعمل القطعات من الأول والديد الكوردور هنا بيجيب لك الأساس لكن ما بيجيب لكش الكوردور الفعلي برضو هترجع تعمل الكوردور من جديد او توصفه من جديد تمام كده الاسمبلس برضو مش موجودة فهتتر للأسف تعيد الشغل تاني في الإصدارات الأقل فده لازم تاخد دلك من الجزئة دي لو انت تتعامل مع جهة معينة لازم تسأل الجهة دي يا جماعة انتوا اعتقدوا من تني مثلا الملفات بشكل سيفل اوكي إصدار كام عندك إصدار سيف حفظا يعني أنا مثلا هنجيلها مثلا الملقاف ده وطوله هنجيله حفظ هتلاقي هنا الإصدارات اللي موجودة عشرة تلاتاشر تمنتاشر مافيش مثلا سبعتاشر فلو انت شغلت سبعتاشر اعرف انهم مش هيشتغل لان مشكلة سبعتاشر ده عمله زي الرأس وعا السلم اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوهم فسبعتاشر ده اللي عملوله سيف ولا هو بيشتغل على الأقل ولا بيشغل اللي فوق منه فسبعتاشر ما يوجدش أي لازمة تمام فلو انت هتشتغل على تمنتاشر زيهم اللي هو من ستاشر وما تحت لو بيشتغل على الإصدارات حديثة ما فوق التمنتاشر يبقى زي الفون اللي تقدر تشتغل حتى لو اشتغلت على الواحد عشرين زي ما أنا شغل دلوقتي يقدر تشتغل على التمنتاشر رغم ان في مجموعة عناصر بسيطة جدا موجودة في الإصدارات مثلا التسعتاشر ماينفعش مش عدبان معك في التمنتاشر زي مثلا لان في تحديثات حصلت في التمنتاشر وحصلت في التسعتاشر ما بتظهرش بشكل بسيط في التمنتاشر العادي بس مبدأين أغلب العناصر بتشتغل معك من فوز مشكلة كطورو وشبكات وما إلى ذلك أما لو حبيت ومضطر اللي انت تنزل من 2018 للإصدار أقل يبقى عليك وعلى الاند اكس ام ال تمام كده وبتاخد دي العناصر لما هتتخرجها بتقدر تستدعيها هناك يعني انت بتخرج من هنا بتطلع لك الملف اسمه الاند اكس ام ال لما بتروح في الملف في الإصدار الأقل بتعمل انسر وتعطيها الاند اكس ام ال وبتاختار الملف فهو مباشرة بيشوف ايه هي العناصر اللي موجودة جوه الملف واللي يقدر يستدعيها كعناصر سفل دي العناصر السفل اللي تقدر تستدعيها باية العناصر للأسف لأ باية العناصر للأسف لأ تمام كده أنا برضو يكون وضع حيث الجزئية دي عشان برضو ايه ينفع كل جروب تبقابلون وسطايا المختلف دي ان شاء الله عنعملها طبعا كل حاجة هي فكرة الجروب اللي انت تعمل كل حاجة بشكل مختلف هل يمكن تغيير ترقيم ازاي النقاط عند استخراجها تحت حالة لا بص هي لفكرة ان النقاط ترقيم النقاط نفسها بيتمش تعديله في البرنامج بشكل سهل لان البرنامج ما بيكررش رقم نقطة او اسم نقطة في نفس الرسمة يعني لو حبيت دلوقتي على سبيل مثال انا عندي نقطة هنا رقمها 862 لو حبيت اعمل رسمة 862 مش هيرضى طب في الحالة دي انا ممكن اعمل ايه على سبيل المثال انا عندي مجموعة النقاط اللي انا نزلتهم دول ممكن تختارهم كلهم مجرد وانت بتختارهم طبعا بيجي لك مجموعة options في حاجة اسمها renumber renumber مجرد وانت بتضغط عليها بيقول لك select فبقول له مثلا كلهم انه خط كلها فبيقول لك حط الرقم اللي انت عايزه يعني انت بتحط رقم معين بتبتدي منه وبترجع تترقم منه لكن للأسف يعني هو يعني اعادة ترقيم خاص بيك عند الاستخراج للأسف لا هو يفضل انت يعني عملية الاستخراج لما تستخرجها بره بتغير او لو زي ما قلت لك بتختار العملية renumber انا صراحة ما جربتش عمل renumber قد كده بس يعني هو موجود renumber هنا في الـ coco point في renumber في الـ selection اللي انا اخترتهم select object المجموعة دي خب اقول له اوكي اعيزهم مثلا 1000 على سبيل المثال ننبر 1000 اوكي يعني هو غير المفروض ب1000 اهه يعني بص عملية مجموعة نقاط اتغيرت بقيمة 1000 عن ما هي علي اه والله دي فين بقى بسم الله نحن الحين تريبا نحن بقى باللقاء اخذينا بشوية غالبا دول اتغيروا بقيمة 1000 تمكن احنا نشوف رقم نقطة منهم اه اللي هو ال4600 اه يعني ده تغيرت بقيمة 1000 عن ما كانت ايه عن ما كانت علي تمام كده اه اه اشوان هل تفيدني لو تشتغل في مجالة الطرق اه الاجهزة المساعية طبعا بتنفع بسرعة يعني اصدق ايه بيها اجهزة المساعية وعمل المساحة هل تفيدني في مجالة طبعا الاجهزة المساعية السفل السفل طبعا في مجالة الطرق والاجهزة المساعية برضو انت بتستابق داتا وتتخرج داتا والكلام ده كله ممكن انا اتكلم برضو عن الاجهزة المساعية ان شاء الله في الاسطح ممكن في الاسطح ينفع اعمل جروب طبعا ينفع الجروب طبعا هنشرح ان شاء الله بتفصيل المرة الجاية في امكانية البحث عن نقطة معينة مثلا من خلال هو هيبقى صعبة من خلال ممكن او من خلال الرقم سهل يعني انت اي رقم انت عايز تعمله عايز توصله بشرق سهل انا عايز مثلا نقطة رقم الف ومش عايز ادور على الليستة هنا فبتعمل ZTP وتقول له انتر وبتكتبله الرقم بتاعي الف فهو مفيش رقم الف مثلا 4000 طيب هو مباشرة براح لك على نقطة نقطة 4000 طبعا كده انت بتعمل البحث مباشرة من خلال الرقم اما من خلال فهو بناء على ايه انت ممكن عددت ده ممكن تعمل تعمل بناء على بناء على مثلا على سبيل مثلا عندك مجموعة نقاط كلهم منسقهم 1000 انا عايز الالف دول يبقوا كلهم في جرب واحد ممكن نعمل ان شاء الله في المرة الجانب نتكلم عنها اتمنى كده يكون أمور سهلة وبسيطة ووضحت والحين نجاوب على الأسئلة بتاعكم داريبا تسجيل الغاز 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 احنا عدنا ساعتين في سامحونة لو في عاجة تانية نخليها المرة جاية ان شاء الله شكرا شكرا لك الله يبريك لك رب وسمحونة كنا طوالنا عليكم وصهرناكم معنا بزيطة الناس اللي بره السعودية واللي موجودين في شرق السعودية برضو يسمحونا اللي احنا قعدنا قوة 12 بالليل ان شاء الله المحضرة جاءة يوم الحد وطبع مع الشباب يبريك على كل حاجة ان شاء الله الحاجات المسجلة هتنزل لكم بإذن الله على اليوتيوب برضو عشان اخوان اللي مخدروش معنا شكرا لك شكرا اشترك 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 اشترك